الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب ثلاثة الصفة التي تخرج عن معنى الوصفية الى معنى الاسمية تعامل في الجمع معاملة الاسماء للصفات الا ترى انهم جمعوا عبدا على اعبد لاستعمالهم اياه استعمال الاسماء والعبد الانسان حرا كان او رقيقا والعبد الرقيق خلاف الحر قال سيبوي هو في الاصل صفة لكنه استعمل استعمال الاسماء ثم الا ترى انهم جمعوا السود صفة على سود كما هو قياس جمع ثم حين ارادوا به معنى الحية جمعوه على اساود كاجدل واجادل وانهم جمعوا خضراء مؤنف اخضر على خضر بضم فسكون كما هو قياس جمعها ثم لما ارادوا به معنى الخضر من البقول جمعوها على خضروات كما تجمع الاسماء من نوعها كصحراء وصحراوات وفي الحديث ليس في الخضروات صبقة يعني الفاكهة والبقول قال في النهاية قياس ما كان على هذا الوزن من الصفات ان لا يجمع هذا الجمع وانما يجمع به ما كان اسما لا صفة نحو صحراء وخنفساء وانما جمعه هذا الجمع لانه قد صار اسما لهذه البقول بعد ان كان صفة والعرب تقول لهذه البقول الخضراء لا يريدون لونها اثنان افعال كاجداد واثواب وهو جمع الاسماء الثلاثية على اي وزن كانت كجمل واجمال وعضض وعضاب وكبد واجباد وعنق وعناق وقفل وأقفال وعنب وأعناب وإبل وآبال وحمل وأحمال ووقت وأوقات وثوب واثواب وبيت وأبيات وعم وأعمام وخال وأخوال ويستثنى منها شيئان الاول ما كان على وزن فعل بضم ففتح وشهد جمع رطب على أرطاب أحبان ما كان على وزن فعل بفتح فسكون وهو صحيح الفاء والعي غير مضاعف فلا يجمع على أفعال قياسا وإنما يجمع على أفعال كما تقدم لكن قد شف جمع زند وفرخ وربع وحمل على وزن أزناد وأفراخ وأرضاع وأحمال وشف من الصفات جمع شهيد وعدو وجلف على أشهاد وأعداء وأجلاف ثلاثة أفعالة كأعمدة وأنصبة وهو جمع لاسم الرباعي المذكر قبل آخره حرف من كطعام وأطعمة وحمار وأحمرة وغلام وأغلمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة ومصاب ونصيب وأنصبة وزمام وأزمة وأصلفة أزممة بوزن أفعلا وشف من الأسماء جمع جائز على أجوزة وقفا على أقفية وشف من الصفات جمع شحيح على أشحة وعزيز على أعزة وذليل على أذلة أربع فعلة كفتية وشيخة وهذا الجمع لم يطرد في شيء من الأوزان وإنما هو سماعي يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه وسمع منه شيخ وشيخة وفتى وفتية وغلام وغلمة وصبي وصبية وثور وثيرة وشجاع وشجعة وغزال وغزلة وخصي وخصية وثنا وثنيا وولد وولدة وجليل وجلة وعلي وعليا وسافل وسفلة ولأنه لا قياس فيه ولا اقتراب قال ابن الصراج إنه اسم جمع لا جمع وما قوله ببعيد من الصلاب عنوان جموع الكثرة الصفحة الثالثة والثلاثون لجمع الكثرة ما عدا صيغة منتهى الجموع ستة عشر وزنا وهي واحد فعل كحمر وعور وهو جمع لما كان صفة مشبهة على وزن أفعل أو فعلاء كأحمر وحمراء وحمر وأعور وعوراء وعور وما كان منه كأبيض مما عينه ياء كسر أوله في الجمع كبيض اثنان فعل كصبر وكتب وهرع وهو جمع لسيئين على نذر وخش ونجب الثاني اسم الرباعي صحيح الآخر مزيد قبل آخره حرف مد ليس مختوما بتاء التأنيف ككتاب وكتب وعمود وعمد وقضيب وقدب وسرير وسرور ولا فرق أن يكون مذكرا كهذه الأمثلة أو مؤنثا كعناق وعنق وذراع وذرع وشف جمع خشبة وخشب وصحيفة على خشب وصحف وما قالوه من أنه شذ جمع سقف ورهن وستر على سقف ورهن وسطر فهو غير واقع لأن هذه الجموع ليست لهذه المفردات فالسقف جمع سقيف والرهن جمع رهان وهذا جمع رهن فهو جمع الجمع والسطر جمع ستار وكل ذلك على القياس وأما السقف والرهن والسطر فجمعها سقوف ورهان ورهون وسطور قياسا لا سقف ورهن وسطر شذوذا ثلاثة فعل كغرف وحجج وقبر وهو جمع لشيئين الأول اسم على وزني فعلة كغرفة وغرف وحجه وحجج ومديه ومداء وأما جمع رؤيا ونوبة وقرية على رؤى ونوب وقرى فهو مخالف للقياس وأما جمع النوبة لضم النون على نوب فهو على القياس الثاني صفة على وزن فعلة مؤنف أفعل ككبرى وكبر وصورى وصغر أربعة فعل كقطع وحجج وهو جمع لسم على وزن فعلة كقطعة وقطع وحجة وحجج ولحية ولحن وقد جمعوا قصعة على قصع شذوذة خمسة فعلة كهداه وأصلها هدية وهو جمع لصفة معتلة اللام لمذكر عاقل على وزن فعل كهاد وهداه وقاض وقضاه وغاز وغزاه وجاء شذوذة جمع كمي وسري وباز وهادر على كماه وسراه وبزاه وهدر ستة فعلة كسحرة وبررة وباع وهو جمع لصفة صحيحة اللام لمذكر عاقل على وزن فعل كساحر وسحرة وكامل وكملة وسافر وسفرة وبار وبررة وبائع وباعة وخائن وخانة وشذى جمع سري على سراه كما شذى جمعه على سراه وقياس جمعه أسريا كنبي وأنبياء سبعة فعلة كمرضى وقتلى وهو جمع لصفة على وزن فعيل تدل على هلك أو توجع أو بلية أو آفة كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرح وأسير وأسر وشتيت وشتاء وزمين وزمنا وقد يكون هذا الجمع لغير فعيل مما يدل على شيء مما تقدم كهلك وموت وحمق وسكرى جمع هالك وميت وأحمق وسكران ثمانية فعلة كدرجة ودببة وهو جمع لاسم ثلاثي صحيح اللام على وزن فعل كدرج ودرجة ودب ودببة وقد جمعوا قردا على قردة وهادرا على هدرة على غير قياس تسعة فعل كركع وصي وهو جمع لصفة صحيحة اللام على وزن فاعل أو فاعلة كراكع وركع وصائم وصو ونائم ونو وقد يكون نادرا من معتل اللام كغاز وغزة وشفة جمع نفس وخريدة وأعزل على نفس وخرد وعزل عشرة فعال ككتاب وقوام وهو جمع لصفة صحيحة اللام على وزن فاعل ككاتب وكتاب وقائم وقوام وصائم وصوام وندر مجيئه من معتل اللام كغاز وغزة حادي عشر فعال كجبال وصعاب وهو جمع لستة أنواع الأول اسم أو صفة ليس عينه مايا على وزن فعل أو فعلة فالاسم ككعب وكعاب وثوب وثياب ونار ونيار وقصعة وقصاع وجنة وجنان والصفة كصعب وصعبة وصعاب وضخم وضخمة وضخام وندر مجيئه من معتل العين كضيعة وضياع وضيف وضياف الثاني اسم صحيح اللام غير مضاعف على وزن فعل أو فعلة كجمل وجمال وجبل وجبال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار الثالث اسم على وزن فعل كذئب وذئاب وبئر وبئار وظل وظلال الرابع اسم على وزن فعل ليست عينه واوا ولا لامه ياء كرمح ورماح وريح ورياح ودهن ودهان الخامس صفة صحيحة اللام على وزن فعيل أو فعيلة ككريم وكريمة وكرام ومريض ومريضة ومراب وطويل وطويلة وطوال السادس صفة على وزن فعلان أو فعل أو فعلان أو فعلان كعطشان وعطش وعطش وعطاش وريان وريا وروا وندمان وندماء وندام وندمان وندمان وندام وخمصان وخمصان وخماص وما جمع على فعال من غير ما ذكر فهو على غير القياس وذلك كراع وراعية ورعاء وقائم وقائمة وقيام وصائم وصائمة وصيام وأعجف وعجفاء وعجف وخير وخيار وجيد وجياد وجواد وجياد وأبطح وبطح وبطح وقلوس وقلاس وأنثى وإناث ونطفى ونطاف وفصيل وفصال وسبع وسبع وضبع وضبع ونفسى ونفاس وعشراء وعشار ثاني عشر فعول كقلوب وكبود وهو جمع لأربعة أشياء الأول اسم على وزن فعل ككبد وكبود ووعل ووعول ونمر ونمور وقد جاء في الشعر جمع نمر على نمر بضمتين بالضرورة كأنه اختصر نمورا الثاني اسم على وزن فعل ليست عينه واوا كقلب وقلوب وليث وليوث الثالث اسم على وزن فعل كحمل وحمول وفيل وفيول وظل وظلول الرابع اسم على وزن فعل ليس معتل العين ولا اللام ولا مضاعفا كبرد وبرود وجند وجنود وشفى جمع حص على حصوص لأنه مضاعف وما كان على وزن فعل بفتح الفاء والعين لا يجمع على فعول لأنه ليس قياس جمعه إلا ألفاظا منه جمعوها عليه كأسد وأسود وشجن وشجون وندب وندوب وذكر وذكور وطلل وطلول ثالث عشر فعلان كغلمان وغربان وهو جمع لأربعة أشياء الأول اسم على وزن فعل كغلام وغلمان وغراب وغربان وصعاب وصئبان الثاني اسم على وزن فعل كجرذ وجرذان وصرد وصردان الثالث اسم عينه واو على وزن فعل كحوت وحيتان وعود وعيدان ونور ونيران وكوز وكيزان الرابع اسم على وزن فعل ثانيه ألف أصلها الواو كتاج وتيجان وجار وجيران وقاع وقيعان ونار ونيران وباب وبيبان والأصل في المفرد والألف في المفرد منقلبة عن الواو والأصل توج وجور وقوع ونور وبوب وما جمع غير هذه الأربعة على فعلان فهو على خلاف القياس كصن وصنوان وغزال وغزلان وصوار وصيران وظليم وظلمان وخروف وخرفان وكنو وكنوان وحائط وحيطان وحسل وحسلان وخرص وخرصان وخيط وخيطان وشيح وشيحان وضيف وويفان وشيخ وشيخان وفصيل وفصلان وصبي وصبيان وشجاع وشجعان رابع عشر فعلان كقطبان وحملان وهو جمع لثلاثة أشياء الأول اسم على وزن فعيل كقضيب وقطبان ورغيف ورغفان وكثيب وكثان وفصيل وفصلان وقفير وقفران وبعير وبعران وقفيز وقفزان الثاني اسم صحيح العين على وزن فعل كحمل وحملان وذكر وذكران وخشب وخشبان وججع وجذعان الثالث اسم صحيح العين على وزن فعل كظهر وظهران وبطن وبطنان وعبد وعبدان وركب وركبان ورجل ورجلان وما ورد من غير هذه الثلاثة مجموعا على فعلان فهو على غير القياس كواحد ووحدان ووحد ووحدان وزدار وجدران وذئب وذؤبان وراع ورعيان وشاب وشبان وخرص وخرصان وزقاق وزقان وذق وزقان وحائر وحوران وحوار وحوران وشجاع وشجعان وأسود وسودان وأحمر وحمران وأبيض وبيضان وأعمى وعميان وأعورا وعوران والذي نراه أن السودان وما بعدها إنما هي جمع سود وحمر وبيض وعمي وعور وأن هذه هي جمع أسود وأحمر وأبيض وأعمى وأعور ومع هذا فجمعها على فعلان مخالف للقياس خامس عشر فعلاء كنبهاء وقرماء وهو جمع لشيئين الأول صفة لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل صحيحة اللام غير مضاعفة دالة على سجية مدح أو ذم كنبيه ونبهاء وكريم وكرماء وعليم وعلماء وعظيم وعظماء وظريف وهرفاء وسميح وسمحاء وشاجيع وشجعاء ولئيم ولؤماء وبخيل وبخلاء وخشين وخشناء وسميج وسمجاء وجبين وجبناء أو تدل على مشاركة كشريك وشركاء وجليس وجلساء وخليط وخلطاء ورفيق ورفقاء وعشير وعشراء ونديم وندماء وهي بمعنى مشارك ومجالس ومخالط ومرافق ومعاشر ومنادم الثاني صفة لمذكر عاقل على وزن فاعل دالة على سجية مدح أو ذم كعالم وعلماء وجاهل وجهلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وشفاء جمع جبان على جبناء سادس عشر أفعلاء كأنبياء وأشداء وهو جمع لصفة على وزن فعيل معتلة اللام أو مضاعفة فالمعتلة اللام كنبي وأنبياء وصفي وأصفياء ووصي وأوصياء وولي وأولياء والمضاعفة كشديد وأشداء وعزيز وأعزاء وذليل وأذلاء عنوان صيغ منتهى الجموع الصفحة السادسة والأربعون من جموع الكثرة جمع يقال له منتهى الجموع وصيغة منتهى الجموع وهو كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن كبراهما وددانير وله تسعة عشر وزنا وهي كلها لمزيدات الثلاثي وليس للرباعي الأصولي وخماسيه إلا فعالل وفعاليل ويشاركهما فيهما بعض المزيد فيه من الثلاثي كما سترى واحد واثنان فعالل وفعاليل كبراهم ودنانير ويجمع على فعالل كل اسم الرباعي الأصول مجرد كدرهم ودراهم والمزيد فيه منه كغضنفر وغضافر والأسماء الخماسية الأصولي المجردة كسفرجل وسفارج والمزيد فيه منه كعندليب وعنادل ويجمع على فعاليل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف علة ساكن كفرطاس وقراطيس وفردوس وفراديس وقنديل وقناديل ودينار ودنانير ويحق بالرباعي المجرد ومزيده من حيث جمعه على فعالل أو فعاليل ما يشبههما من الثلاثي المزيد في حشوه أو في آخره حرف صحيح فالمزيد في حشوه كسنبل وسنابل وقمس وقمامس وسكين وسكاكين وسففود وسفافيد وفروخ وفراريخ والمزيد في آخره كشدقم وشداقم وفسحم وفساحم وقعدد وقعادد وسرحان وسراحين وشملال وشماليل أما الثلاثي الأصول الذي زيادته في أوله كإصبع المزيد فيه حرف علة في حشوه كخاتم وكودا وصيرف وصحيفة وعجوز أو في آخره كحبلة وكسي فله غير فعالل وفعاليل من صيغ منتهى الجموع الآتي بينها ثلاثة وأربعة أفاعل وأفاعيل كأنامل وأضابير ويجمع على أفاعل شيئان الأول ما كان على وزن أفعال صفة للتفضيل كأفضل وأفاضل فإن كان صفة لغير التفضيل كأحمر وأزرق وأسود وأعرج وأعمى لم يجمع عليها وإنما يجمع على فعل كحمر وزرق كما تقدم إلا إذا خرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية فيجمع هذا الجمع كأسود للحية وأساود وأجدل للصقر وأجادل وأدهم للقيدي وأداهم ومثل أحمر وأزرق وأعرج وأعمش أعلاما فتجمع على أحامر وأزارق وأعارج وأعامش الثاني اسم على أربعة أحرف أوله همزة زائدة كإصبع وأصابع وأنملة وأنامل ولا يعتد بعلامة التأنيث التي تلحقه كما رأيت وكذا لا يعتد بها في كل الصيغ التي ستذكر ويجمع على أفاعيل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد كأسلوب وأساليب وإضبار وأضابير ومثل آدم وزنه فاعل لأن أصله أأدم قلبت همزته الثانية مدة ويجمع على أوادم على وزن أفاعل لا على وزن فاعل كما قالوا وذلك لأن الهمزة في أوله هي زائدة وهي همزة أفعل الصفة المنقول عنها لسم فهي كهمزة أجدل نثبتها في الجمع كما نثبتها في أجادل وتقول في جمع أول أوائل بوزن أفاعل لأن أول أصله أو أل أو أأول وكلاهما وزنه أفعل وهكذا تقول في كل ما كان على وزن أفعل من الأسماء أو الصفات التي تشبه ما ذكرنا خمسة وستة تفاعل وتفاعل كتجارب وتسابيع ويجمع على تفاعل اسم على أربع أحرف أوله تاء زائدة كتمبل وتنابل وتجربة وتجارب ويجمع على تفاعل ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد كتقسيم وتقاسيم وتسبيحة وتسابيح وتنبال وتنبول وتنبالة وتنابيل وتفراح وتفاريع سبعة وثمانية مفاعل ومفاعل كمساجد ومصابيع ويجمع على مفاعل ما كان على أربعة أحرف أوله ميم زائدة كمسجد ومساجد ومكنسة ومكانس وما كان منه ثالثه حرف مد والحرف هنا لا يكون إلا أصليا أو منقلبا عن أصل فإن كان يا أم أبقيتها على حالها كمصيف ومصائف ومعيشة ومعايش ومعيبة ومعايب وإن كان منقلبا عن أصل ردته إلى أصله كمفازة ومفاوز واشتقاقها من الفوز ومغارة ومغاور واشتقاقها من الغور ومنارة ومناور واشتقاقها من النور أنسبة كمفازا لا يحوز ancoraبا على أنها قد أجمعت أيضا على مصاوب كما هو القياس وكما قالوا في جمع منارة مناور على القياس ومنائر على شبوذ ويجمع على مفائل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد كمصباح ومصابيح ومطمورة ومطامير وميثاق ومواثيق انتهى الوجه الأول تسعة وعشرة يفاعل ويفائيل كيحامد ويحاميم يجمع على يفاعل اسم على أربعة أحرف أوله ياء زائدة كيحمد ويحامد ويعمله ويعامل ويجمع على يفاعل ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد كيحموم ويحاميم وينبو وينابي حادي عشر وثاني عشر فواعل وفواعيل كخواتم وطواحيل يجمع على فواعل ثلاثة أشياء الأول اسم على أربعة أحرف ثاني هواو أو ألف زائدتان ككوثر وكوافر وخاتم وخواتم وجائز وجوائز وخالفة وخوالف وناصية ونواصم ونافقة ونوافق إلا ما كان منه معتل العين واللام فيجمع على مثال فعال لفتح الفائ واللام كزاوية وزوايا وراوية وروايا وحاوية وحاويا وحوايا الثاني ما كان من الصفات على وزن فاعل للمؤنث كحائض وحوائض وطالق وطوالق وناهد ونواهد أو للمذكر غير العاقل كصاهل وصواهل وشاهق وشواهق وشذ جمعهم هالكا وناكسا وفارسا من المذكر العاقل على هوالك ونواكس وفرارس الثالث ما كان من الصفات على وزن فاعلة ككاتبة وكواتب وشائرة وشوائر وخاطئة وخواطئ وخاطئة وخواطئ وما كان منه يوصف به المذكر والمؤنث فيجمع على فوائل أيضا كخالفة وخوالف ويجمع على فوائل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد كطاحونة وطواحين وطومار وطوامير واعلم أن الجواهر والجوارب والكواغد والطواجن ونحوها من الجموع التي مفرداتها معربة ليس وزنها فوائل كما قالوا وإنما هو فعال وكذلك اليواقيت والشواهين والجواميس والخواتين ونحوها ليس وزنها فوائل وإنما هي فعاليل لأن وزن فوائل وفوائل لما كان ثانيه ألفا أو واوا زائدتين وهذه كلمات أعجمية معربة ولا يجوز أن يختم بزيادة حرف في كلمة غير عربية إذ لا وجه للحكم بزيادة حرف في كلمة غير عربية إذ لا وجه للحكم بالزيادة فالألف والواو فيها أصليتان كالدال في درهم والراء في قرطاص هذا هو الحق عند التحقيق ثالث عشر ورابع عشر فياعل وفيائل كصيارف وديجير ويجمع على فيائل ما كان على أربعة أحرف ثانيه ياء زائدة كصيرف وصيارف وهيزعة وهيازع ويجمع على يفائل ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد كديجور ودياجير وصيخود وصياخيد وصيداح وصياديح خامس عشر فعائل كصحائف وسحائب وكرائم ويجمع عليها شيئان الأول اسم مؤنث على أربعة أحرف قبل آخره حرف مد زائد سواء أكان تأنيثه بالعلامة كسحابة وسحائب ورسالة ورسائل وذؤابة وذوائب وحمولة وحمائل وصحيفة وصحائف وخليفة وخلائف وحلوبة وحلائب ورقوبة وركائب ونطيحة ونطائح وذبيحة وذبائح أم كان مؤنثا بلا علامة كشمال بفتح الشين وشمال بكسرها وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وسعيد على ممره وسعائد تقلب حرف المد في كل ذلك همزة وأما نحو عروب ونوار وجبان وفروقة فلا يجمع على فعائلة لأن هذه الصفات لم تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية فإن سميت بها جمعتها عليها وشذ من المؤنث جمغ ضرة وحرة على ضرائر وحرائر لأنه لم يزد قبل آخرها حرف مد وشذ من المذكر جمع صحيح ووصيد على صحائح ووصائد الثاني صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة ككريمة وكرائم وظريفة وظرائف ولطيفة ولطائف وبديعة وبدائعة وأما فعيلة بمعنى مفعولة باقية على الوصفية فلا تكون لأنه يجب ترك التأنيف لفظي فيها فيقال امرأة قتيل وجريح فإن أنفت عند اللبس لعدم ذكري الموصوف كرأيت قتيلة وجريحة فهي لا تجمع أيضا على فعائل لأن التاء عارضة وأما قولهم نطيحة وذبيحة فهم اسمان لما ينطح ويذبح من الحيوان مذكرا كان أو مؤنفا وليست صفتين لأنهما خرجتا عن الوصفية إلى الاسمية لذلك جمعوهما على نطائح وذبائح سابس عشر فعالة بفتح الفاء واللام كعذارة وغضامة سابع عشر فعالي بضم الفاء وكسر اللام كتراك وموائن ثامن عشر فعالة بضم الفاء وفتح اللام كسكارة وغضابة ويجمع على الفعالة والفعالي أربعة أشياء الأول اسم على وزن فعلا بفتح فسكون كفتوى وفتاوى وفتاوين الثاني اسم على وزن فعلا بكسر فسكون كذفرى وذفارى وذفار الثالث ما كان على وزن فعلا اسما كصحراء وصحارى وصحار أو صفة لأنثى ليس لها مذكر كعذراء وعذارى وعذار الرابع ما كان على وزن فعلا بضم فسكون صفة لأنثى ليس لها مذكر كحبلا وحبالا وحبال والفعالة في ذلك كله هي الأصل وقد فتحوا لامها تخفيفا يجمع على الفعالة والفعالة صفة على وزن فعلانة أو فعلة كغضانة وغضابة 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 وسكرانة وسكرى وسكارى وسكارى وعطشانة وعطشا وعطاشا وعطاشا وكسلانة وكسلا وكسالا وكسالا وغيرانة وغيرا وغيارا وغيارا والأفضل ضم أولها في الجمعة وقد جمعوا على غير قياس أسيرا على أسارا وقديما على قداما ويجمع على الفعالة وحدها ثلاثة أشياء الأول اسم معتل اللامي على وزن فعيلة كهدية وهدايا الثاني اسم معتل اللامي على وزن فعالة بفتح الفاء أو فعالة بكسرها أو فعالة بضمها كجدايا وجدايا وهراوة وهراوة ونقايا ونقايا الثالث اسم معتل العين واللام على وزن فاعلة كزاوية وزوايا وقد جمعوا على غير قياس يتيما وأيما وطاهرا على يتاما وأياما وطهارا وزوايا في الحقيقة وزنه فواعل ككاتبة وكواتب والأصل زوايي فاستثقلوه فقلبوه إلى زوايا ببرد من الإبدال كما ستعلم في بابه مشابها لفعالة من حيث زنتها اللفظية وقد أهمل النحاة ذكر هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في باب منتهى الجموع اعتمادا على ما ذكروه في باب الإبدال ويجمع على الفعال وحدها شيئان الأول اسم ثلاثي مختوم بتاء التأنيث مزيد في آخره حرف علة كالموما والموامي والسعلا والسعالي والهبريا والهباري والترقوة والتراقي الثاني ما كان ثلاثيا مزيدا فيه حرفان أحدهما في حشوي والآخر حرف علة في آخره كحبانط ومثل هذا يجب أن يحذف أحد الزائدي فإن حذفت أولهما جمعته على الفعال كالحباطه وإن حذفت حرف العلة جمعته على فعال كحبانط وقد جمعوا الأهل والأرض والليلة على الأهال والأراض والليالي شذوذا وهي ليست من هذا الباب وما كان على وزن الفعال إذا تجرد من أل والإضافة حذفت ياءه ونونته تنوين العوب كحبال وسعال وتراقم تاسع عشر فعالي بتشديد الياء ككراسي وقماري ويجمع عليه شيئان الأول اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره يا أم مشددة لا يراد بها النسب ككرسي وقراسي وأمنية وأماني وقمري وقماري وزربي وزربي وإنسي وأناسي الثاني اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق الممدودة كعلباء وعلابي وحرباء وحربي وقد جمعوا إنسانا وضربانا على أناسي وضربي شذوذا وما كان على وزن فعالي يجوز تخفيفه فيجيء على فعالي وتشديد يائه أكثر فيه لاستعمال عنوان صوغ منتهى الجموع الصفحة الستون يجمع هذا الجمع كل اسم رباعي الأصول كدرهم أو خماسيها كثفرجل والمزيد فيه منهما كغضنفر وعندليب وبعض الأسماء الثلاثية الأصول المزيد فيها كإصبع وتجربة ومسجد ويحمد وخاتم وكوثر وصيرف وسحابة وتنوفة ومومات وسعلات وهبرية وعنصوة وقرسي وحرباء ونشوان وحبلا وعلقاء وعذراء فما كان على أربعة أحرف مما تقدم بنيته على لفظه سواء أكان رباعي الأصول أم ثلاثيها فتقول في جمع ما ذكر دراهم وأصاب وتجارب ومساجد ويحامد وخواتم وكواثر وصيارف وسحائب وتنائف وموامن وسعال وهبار وعناصم وكراسي وحراب ونشاوة وحبال وحبال وعلاقة وعلاق وعذار وعذار وما زاد على أربعة أحرف مما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع يحذف منهما تختل معه صيغة هذا الجمع فإن كان الاسم رباعي الأصول حذفت زائده كسبطر وصباطر وغدنفر وغباطر وحرجام وحراجم وقشعرار وقشاعر وإن كان ثلاثيها فإن كان مزيدا فيه حرفان حذفت واحدا كمنطلق ومطالق ومقتحم ومقاحم ومصطبر ومصابر وإن كان مزيدا فيه ثلاثة أحرف حذفت اثنين كمستدع ومداع ومخشوش ومخاش ومجلوذ ومجالذ ويتعين حظه ما هو أولى بالحظف من غيره والميم الزائدة في أول الكلمة أولى الزوائد بالبقاء من غيرها على كل حال وتاء الافتعال والاستفعال ونون الانفعال أولى بالبقاء من غيرها وتفضلها الميم الزائدة والهمزة ولياء المصدرتان تفضلان في البقاء غيرهما كألمدد وألاد ويلمدد ويلاد إلا نون الانفعال وتاء الافتعال والاستفعال فيفضلنها في البقاء كانطلاق ومطاليق واجتماع وتجاميع واستخراج وتخاريج وإن كان في الكلمة زيادتان متكافئتان لا تفضل إحداهما الأخرى فاحذف أيهما شئت فتقول سراند وعلاند وثراد وعلاد في جمع سراندا وعلاندا وذلك لأن النون والألف المقصورة إنما زيدة ليلحق الوزن بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدة للإلحاق ويستثنى مما تقدم كله أن يكون الزائد حرف علة ساكنا قبل الآخر فينقلب إن كان ألفا أو واوا أو ياء وإن كان ياء يبقى على حاله فتقول في جمع قرطاص وفردوس وقنديل قراطيس وفراديس وقناديل وتقول في جمع مصباح وإضمامة وتهويل ومقدور ويعبوب وساجور وطمار وصيضاح مصابيح وأضاميم وتهويل ومقادير ويعابيب وسواجير وطوامير وصيادية وما كان مثل مختار ومهتاج ومنقاد ومحتاج من الثلاثي المزيد فيه المعتل العين تحذف منه التاء والنون وترد ألفه إلى أصلها من واو أو ياء فيقال في الأولين مخاير ومهايج وفي الآخرين مقاود ومحاوج ولك أن تعوض من المحذوفياء قبل الآخر فتقول مخاير ومهايج ومقاويد ومحاويج ومثل ذلك منطاب فتقول في جمعه مطاود ومطاويد غير أن بعض الصفات المزيد في أول هاميم تجمع جمع المذكر السالم إن كانت للمذكر العاقري وجمع المؤنث السالم إن كانت لغيره وجمعها جمع تكسير مستقرة وإن كان ما يراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع خماسي الأصول حذفت خامسه وبنيته على فعالل كسفرجل وسفارج فإن زاد على الخمسة طرحت مع خامسه ما زاد كعندليب وعنادل وقبع ثراء وقباعث وما حذف منه لبنائه على فعالل أو ما يشبهها في الوزن يجوز أن يعوض من المحذوف بياء قبل الآخر فيبنى على فعاليلة أو شبهها فكما تقول في جمع سفرجل ومنطلق وعندليب سفارج ومطالق وعنادل بوزن فعالل تقول في جمعها أيضا سفاريج ومطالق وعناديل على وزن فعاليل وكذلك يجوز على قلة إثبات هذه الياء قبل آخر ما لم يحذف منه شيء فكما تقول في جمع معذرة وخاتم معاذر وخواتم تقول في جمعهما أيضا معاذير وخواتهم وقد تلحق التاء بعض أوزان منتهى الجموع فيكون جمعا لما فوق الثلاثي مما لحقته ياء النسبة فتقول في جمعه دمشقي ومغربي وأزرقي وجوهري وصيرفي وصحفي دماشقة ومغاربة وأزارقة وجواهرة وصيارفة وصحائفة وقد يكون ما لحقته هذه التاء من منتهى الجموع جمعا لغير المنسوب مما كان قبل آخره حرف مد زائد وحرف المد هذا يجب حرفه إذا لحقت التاء هذا الجمع مثل جحاجحة وغطارفة في جمع جحجاح وغطريف فالتاء عوض من حرف المد المحذوف وقد جاء ما لحقته هذه التاء أيضا جمعا للأسماء الأعجمية غير الثلاثية سواء أكان قبل آخرها حرف مد أم لم يكن كالجوارب والزنادقة والأساور في جمع جورب وزنديق وأصوار وما لحقته التاء من هذه الجموع فهو منها إلا أنه ينفرف فينون ويجر بالكثرة عنوان اسم الجمع الصفحة الرابعة والستون اسم الجمع هو ما تضمن معنى الجمع غير أنه لا واحد له من لفظه وإنما واحده من معنى وذلك كجيش وواحده جندي وشعب وقبيلة وقوم ورهب ومعشر وثلة وواحدها رجل أو امرأة ونساء وواحدها امرأة وخيل وواحدها فرس وإبل ونعم والواحد جمل أو ناقة وغنم وضأن والواحد شات للذكر والأنثى ولك أن تعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معنى فتقول القوم سار أو ساروا وشعب ذكي أو أذكي وباعتبار أنه مفرد يجوز جمعه كما يجمع المفرد مثل أقوام وشعوب وقبائل وأرهب وآبال وتجوز تثنيته مثل قومان وشعبان وقبيلتان ورهبان وإبلان عنوان اسم الجنس الجمعي والإفرادي الصفحة الخامسة والستون اسم الجنس الجمعي ما تضمن معنى الجمعي بالا على الجنس وله مفرد مميز عنه بالتائي أو ياء النسبة كتفاح وسفرجل وبطيخ وتمر وحنظل والأفردها تفاحة وسفرجلة وبطيخة وتمر وحنظلة ومثل عرب وترك وروم ويهود ومفردها عربي وتركي ورومي ويهودي ويكثر ما يميز عنه مفرده بالتائي في الأشياء المخلوقة دون المصنوعة كنخل ونخلة وبطيخ وبطيخة وحمام وحمامة ونعام ونعامة ويقل في الأشياء المصنوعة كسفين وسفينة وطين وطينة وما دل على الجنس صالحا للقليل منه والكثير كماء ولبن وعسل فهو اسم الجنس الإفرادي عنوان فوائد الصفحة السادسة والستون واحد تكسير ما جرى على الفعل من الصفات ما جرى على الفعل من الصفات كمكرم ومنطلق ومستخرج أسماء للفاعلين ومكرم وملتقط ومستخرج أسماء للمفؤولين فبابه أن يجمع جمع تصحيح فالمذكر العاقل بالوا والنون والمؤنث والمذكر غير العاقل بالألف والتاء إلا ما كان خاصا بالمؤنث كمرضع ومبطل فيجوز تكسيره قياسا كمراضع كمراضع ومطافل وسمع محاويج في جمع محتاج ومفاطير في جمع مفطر ومياسير في جمع موسر وملاقح في جمع ملقح ومناكير في جمع منكر بفك الكاف وهو الداهي العاقل الفطن أما اسم الفاعل من الثلاثي المجرد ككاتب وشاعر وكامل وهاد فهذا يكسر قياسا ككتاب وشعراء وكملة وهداء لأنه لم يجري على لفظ الفعل في حركاته وسكناته وعما اسم المفؤول منه كمكتوب ومعلوم ومبدول فمجرى الكلام الأكثر ألا يكسر وإنما يجمع للمذكر العاقل بالوا والنون وللمؤنث والمذكر غير العاقل بالألش والتاء وقد سمع تكسير مفعول على مفاعل في ألفاظ وهي ملايين ومجاهيل وملاقيح ومضامين ومماليك ومشائيم وميامين ومكاثير ومساليخ ومجانين ومناكير ومراجيع وقد جمع مشهورا على مشاهير قاله صاحب القاموس في قاموسه والفيوم في مصباحه والميدان في شرح أمثاله وقد عد النحات ما ورد من ذلك سماعيا واطلق المنع في تكسير غير ما سماع ولكن في هذا المنع تحجيرا على الناس ومن مرجع إلى كلام متقدم النحات كثيبويه وغيره لا يجد كل هذا التضييق انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب اثنان جمع الجمع قد يجمع الجمع وذلك مثل بيوتات ورجالات وكلابات وقطرات بضمتين ونحو أكالب وأضابع وأظافير وأذاهير وغرابين ويجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع جمع المذكري السالمة إن كان للمذكري العاقل كأفاضلينا ونواكسينا وجمع المؤنف السالم إن كان للمؤنف أو المذكري غير العاقل نحو صواحبات وصواهلات وفي الحديث إن كنا لأنتن صواحبات يوسف وجمع الجمع سماعي فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه ثلاثة الجمع لا مفرد له من الأسماء ما لا يستعمل إلا بصيغة الجمع لأن مفرده قد أهمل قديما فانسيا وذلك كالتعاشيب وهي القطع المتفرقة من العشب أو هي ألوان العشب وضروب والتعازيب وهي العزائب والتباشير وهي البشائر والتجاويد وهي الأمطار الجيدة النافعة والأبابيل وهي الفرق أربعة الجمع على غير مفرده من الجموع ما يجري على غير مفرده وذلك كالمحاسن والملامح والمخاطر والمشابه والمسام والحوائج والطوائح واللواقح وواحدها حسن بضم فسكون ولمحة بفتح فسكون وخطر وشبه بفتحتين فيهما وسم بفتح السين وحاجة ومطوحة وملقحة بصيغة اسم الفائل فيهما وكالأباطيل والأحاديث والأعارض وواحدها باطل وعروض وحديث ومفردها الحقيقي لو سمع لكان محسنا وملمحا ومشبها ومسما وحاجة وهذه سمعت سماعا نادرا وطائحة ولاقحة وأبطوله وأوروضه وأحدوثه وهذه مسموعة مفردا للأحاديث وقد جاءت على القياس لكن الحديث ليس له جمع إلا الأحاديث فالأحاديث جمع لحديث جاءت على غير قياس وجمعا لأحدوثه وردت على القياس خمسة ما كان جمعا وواحدا من الأسماء ما يكون جمعا ومفردا بلفظ واحد وذلك كالفلك قال تعالى في الفلك المشهون فلما جمعه قال الفلك التي تجري في البحر ومن ذلك قولهم رجل جنب ورجال جنب بضمتين قال تعالى وإن كنتم جنوبا فاتهروا ومنه العدو قال تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال وإن كان من قوم عدو لكم ومنه الضيف وكذا المذكر والمؤنث ستة جمع المركبات إذا أردت جمع مركب إضافي مصدر بابن أو ذي فإن كان للعاقل جمعت ابنا جمع المذكر السالم أو جمع التكسير وجمعت ذو جمع المذكر السالم لا غيره فتقول في جمع ابن عباس بن عباس أو أبناء عباس وتقول في جمع ذو علم ذو علم وإن كان لغير العاقل كابن آوى وابن عرس وابن لبون وذي القعدة وذي الحجة جمعت ابنا على بنات وذو على ذوات كبنات آوى وذوات القعدة وذوات الحجة وإن كان غير مصدر بابن ولا ذي تجمع صدره كما تجمع الأسماء من حده فتقول في جمع قلم الرجل أقلام الرجل فإن كان المركب مسجيا أو إسناديا توصلت إلى الدلالة على الجمع بزيادة ذو قبله إن كان مذكرا عاقلا وذوات إن كان مؤنثا أو مذكرا غير عاقل كذوي معدي كرب وسيبوي وبرق نحرف وتأبت شرى ومفرداتها أعلام رجال والمعنى أصحاب هذا الاسم وتقول في جمع شاب قرماها على ممرأة وبعلبك ذوات شاب قرماها وذوات بعلبك سبعة جمع الأعلام إذا جمع العلم صار نكرة ولهذا تدخل بعد الجمع لتعرفه كمحمد والمحمدين وإذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيار إن شئت جمعته جمع المذكر السالم وهو الأولى وإن شئت جمعته جمع التكسير على حد ما تجمع عليه نظيره من الأسماء فتقول في جمع زيد وعمر وبشر وأحمد زيدون وأزياد وزيود وعمرون وأعمر وعمور وبشرون وأبشار وبشور وأحمدون وأحامد وإن جمعت اسم مراخ فإن شئت جمعته بالألف والتاء وهو الأولى وإن شئت كسرته تكسير نظيره من الأسماء فتقول في جمع دعد وجمل بضم الجيم وسكون الميم وزينب وسعاد دعدات وأدعد وجمولات وأجمال وجمول وزينبات وزيانب وسعادات وأسعد وسعود بضمتين وسعائد وإن سميت بالجمع السالم كعابدين وفاطمات على مين قلت ذو عابدين وذوات فاطمات فإن سميت بالجمع المكسر غير صيغة منتهى الجموع فأنت بالخيار إن شئت جمعته جمع سلامة وهو الأولى فتقول في جمع أعبد وأمار إن سميت بهم الرجل أعبدون وأمارون وأعابد وأنامير فإن سميت بهم المرأة قلت أعبدات وأمارات وأعابد وأنامير فإن كان المسمى به على صيغة منتهى الجموع أو على وزن غير صالح لهذه الصيرة فلا يجمع إلا جمع السلامة فمثل مساجد ونبهاء إن سميت بهما لا يجمع إلا على مساجدون ونبهاء للمذكر ومساجدات ونبهاء للمؤنس وإن جمعت عبد الله ونحوه من الأعلام المركبة تركيبا إضافيا قلت عبد الله وعبيد الله تجري صيغة السلامة أو التكسير على الجزء الأول ليس إلا عنوان النسبة وأحكامها الصفحة الحادية والسبعون النسبة هي إلحاق آخر لسمي ياء مشددة مكسورا ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر والذي تلحقه ياء النسبة يسمى منسوبا كبيروتي ودمشقي وهاشمي وفي النسبة معنى الصفة لأنك إذا قلت هذا رجل بيروتي فقد وصفته بهذه النسبة فإن كان الاسم صفة ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في وصف شيء الحقوا بصفته ياء النسبة فإذا أرادوا وصف شيء بالحمرة قالوا أحمر فإذا أرادوا المبالغة في وصفه بالحمرة قالوا أحمري وإذا نسبت إلى اسم ألحقت به ياء النسبة وكسرت الحرف المتصل بها ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات الأول رفضي وهو إلحاق آخر لسم ياء مشددة وكسر ما قبل آخره ونقل حركة الإعراب إلى الياء الثاني معنوي وهو جعل المنسوب إليه اسما للمنسوب الثالث حقمي وهو معاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير والظاهر على النائبية عن الفاعل لأنه تضمن بعد إلحاق ياء النسب معنى اسم المفعول فإذا قلت جاء المصري أبوه فأبوه نائب فاعل للمصري وإذا قلت جاء الرجل المصري فالمصري يحمل ضميرا مستثرا تقديره هو يعود على الرجل لأن معنى المصري المنسوب إلى مصر والمنسوب على أنواع منها ما لا يتغير عند النسب كحسين وحسيني ومنها ما يتغير كفة وفتوي وصحيف وصحفي عنوان النسبة إلى المؤنث بالتاء الصفحة الثانية والسبعون إذا نسبت إلى ما ختم بتاء التأميث حرفتها وجوبا فتقول في فاطمة وطلحة فاطمي وطلحي عنوان النسبة إلى الممدود الصفحة الثانية والسبعون إذا نسبت إلى ما ختم بألف ممدودة فإن كانت للتأميث وجو قلبها واو كحمراء وحمروي وبيضاء وبيضاوي وإن كانت أصلية تبقى على حالها كوضاء ووضائي وقراء وقراء وإن كانت مبدلة من واو أو ياء ككساء ورداء أو مزيدة للإلحاق كعلباء وحرباء جاز فيها الأمران تصحيحها وقلبها واو ككسائي وكساوي وردائي ورداوي وعلبائي وعلباوي وحربائي وحرباوي والهمز والهمز أفصح عنوان النسبة إلى المقصور الصفحة الثانية والسبعون إذا نسبت إلى ما ختم بألف مقصورة فإن كانت ثالثة كعصا وفتا قلبتها واو كعصوي وفتوي وإن كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز قلبها واو وجاز حرفها فتقول فيه ملها وحبل وعلقا ملهوي وملهي وحبلي وحبلوي وعلقوي وعلقي لكن المختارة حرفها إن كانت للتأنيف كحبلي وقلبها واو إن كانت للإلحاقي كعلقا أو مبدلة من واو أو ياء كملها ومسعى ويجوز مع القلب زيادة ألف قبل الواو كحبلاوي وعلقوي وإن كانت رابعة في اسم المتحرك الثاني كبردا وجمزا أو كانت فوق الرابعة كمصطفى وجماد ومستشفى حففتها وجوبا فتقول بردي وجمزي ومصطفي وجمادي ومستشفي عنوان النسبة إلى المنقوس الصفحة الثالثة والسبعون إذا نسبت إلى اسم منقوس فإن كانت ياءه ثالثة قلبتها واو وفتحت ما قبلها فتقول في النسبة إلى الشجي الشجوي وإن كانت رابعة جاز قلبها واو مع فتح ما قبلها وجاز حذفها فتقول في النسبة إلى القاضي القاضوي والقاضي وفي النسبة إلى التربية التربي والتربوي والمختار حذفها وإن كانت خامسة حذفتها وجوبا فتقول في المرتجي والمستعلي المرتجي والمستعلي عنوان النسبة إلى المحذوف منه شيء الصفحة الرابعة والسبعون إذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف الفاء فإن كان صحيح اللامي لم يرد إليه المحذوف فتقول في النسبة إلى عدة وصفة عدي وصفي وإن كان معتلها كشية ودية وجب الرد وفتح عينه فتقول وشوي وودوي بكسر أولهما وفتح ثانيهما وإذا مسبت إلى اسم ثلاثي محذوف اللام رددت إليه لامه وفتحت ثانيه فتقول في النسبة إلى عم وشج وأب وأخ ولغة وسنة ومئة وأمة ويد ودم وغد وشفة وثب وعب عموي وشجوي وأبوي وأخوي ولغوي وسنوي ومئوي وأموي ويدوي ودموي وغدوي وشفهي أو شفوي وثبوي وعبوي ثم ثم إن كانت اللام المحذوفة ترد في التثنية أو جمع تصحيح وجب ردها في النسبة وجوبا كعم وشج وأب وأخ لأنك تقول في تثنيتهما عموان وشجيان وأبوان وأخوان وكسنة وكسنة وعظة وأمة لأنك تقول في جمعها جمع السلامة سنوات أو سنوات وعظهات أو عظوات وأموات وإن كانت لا ترد في تثنية أو جمع سلامة جاز ردها في النسبة وهو الأفصح وجاز عدم الرد فتنسب إلى لسمي على لفظه وذلك كيد ودم وغد وثب ومئ ولغ فكما تقول يدوي ودموي وغدوي وثبوي ومئوي ولغوي تقول يدي وغدي وثبي ومئي ولغي لأنك تقول في تثنيتها يدان ودمان وثبتان ولغتان وتقول في جمع ثب ولغة جمع تصحيح ثبات ولغات بعدم رد اللام المحذوف في التثنية أو الجمع وقد نسبوا إلى الشفة على لفظها فقالوا شفي ونسبوا إليها برد المحذوف فقالوا شفهي وشفوي مع أنهم قالوا في جمعها شفهات وشفوات برد برد المحذوف عند الجمع ويجوز فيما عوض من لامه همزة الوصل كابن واسم أن تحذف همزته وترد إليه لامه وأن تنسب إليه على لغه فتقول بنوي وسموي وابني واسمي وتقول في النسبة إلى بنت وأخت بنوي وأخوي برد اللام وحذف التاء وهو قول الخليل وسيبويه وهو القياس باعتبار أنها في الأصل تاء تأنيف مربوطة ويجوز أن تقول بنتي وأختي تنسب إليهما على لفظهما وهو قول يونس وحجته أن التاء لغير التأنيف لأن ما قبلها ساكن صحيح ولأنها لا تبدل هاء في الوقف كما تبدل التاء في نحو كاتبة وشجرة وهو أقرب إلى الفهم وأبعد عن الالتباس فلا تلتبس النسبة إليها بالنسبة إلى ابن وأخ والحق أن فاء أخت أصلها تاء التأنيف المربوطة كما هو مذهب الخليل والليس وليست عوضا من لام الكلمة المحذوفة وهي الواو كما ذهب إليه سيبويه وغيره وذلك أنهم لما حذفوا الواو بسطوا التاء المربوطة ليكون بسطها أم كان في الوقف عليها من المربوطة فكما بسطها تعويض لها من لامها المحذوفة عنوان النسبة إلى الثلاثي المكسور الثاني الصفحة السادسة والسبعون إذا نسبت إلى اسم ثلاثي مكسور الحرف الثاني وجب تخفيفه بجعل الكسرة فتحة فتقول في النسبة إلى نمر ودئل وإبل وملك نمري ودؤلي وإبلي وملكي عنوان النسبة إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة الصفحة السابعة والسبعون إذا نسبت إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة خففتها بحذف الياء المكسورة فتقول في النسبة إلى الطيب والميت والكيس والكريم والغزيل الطيبي والميتي والكيسي والكريمي والغزيلي عنوان النسبة إلى ما آخره ياء مشددة الصفحة السابعة والسبعون إذا نسبت إلى ما قبل نبياء مشددة فإن كانت مسبوقة بحرف واحد كحي وطي قلبت الثانية تواوا وفتحت الأولى وردتها إلى الواو إن كان أصلها الواو كحيوي وطواوي وإن كانت مسبوقة بحرفين كعلي وعدي ونبي وقصي وجدي حففت الياء الأولى وفتحت ما قبلها وقالت 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 الثانية تواوا كعلوي وعدوي وقصوي وإن كانت مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حنفها ووضع ياء النسب موضعها فالنسبة إلى الكرسي والشافعي كرسي وشافعي كأنك أبقيت ما كان كذلك على حاله فائدة إذا سميت بنحو مخاتي وكراسي مما كان على صيغة منتهى الجموع مختوما بياء مشددة ليست للنسب كان ممنوعا من الصرف كأصله المسمى به ثم إذا نسبت إليه حففت ياءه المشددة ووضعت موضعها ياء النسبة وبذلك يخرج عن وزن منتهى الجموع فينصرف أي ينون ويجر بالكسرة لأن ياء النسب في تقدير الانفصال وأما ما لحقته ياء النسبة مما سمي به من هذه الصغة كأن تسمي شخصا بمساجدي فهو منصرف أيضا لخروج الوزن عن منتهى الجموع بلحاق لياء آخرة وإن كانت في الأصل في تقدير الانفصال لأنها جزء من الاسم لأن التسمية به وقعت مصحوبا بها عنوان النسبة إلى التثمية والجمع الصفحة الثامنة والسبعون إذا نسبت إلى مفنم أو مجموع وجب رده إلى المفرد فالنسبة إلى العراقين والكتب والأخلاق والدول والفرائض والقبائل والسود عراقي وكتابي وخلقي ودولي وفرضي وقبلي وأسودي وسوداوي إلا الجمع الذي لا واحد له كعبابيد وأبابيل وتجاليد أو كان يجري على غير مفرده كملامح ومحاسن ومشابه وواحدها لمحة وحسن وشبه أو كان لا واحد له من لفظه وهو اسم الجمع كالقوم والمعشر والجيش أو كان مما يفرق بينه وبين واحده بيئ النسب أو تاء التأنيف وهو اسم الجنس الجمعي كعرب وأعراب وروم وتمر وتفاح فكل ذلك ينسب إليه لفظه فتقول عبابيدي ومحاسني وقومي وعربي وتمري وتفاحي وحكم الملحق بالمثنى والجمع السالم حكم ما ألحق به من حيث تجريده من علامتي التثنية والجمع عند النسبة إليه فتقول في النسبة إلى اثنين اثني أو ثنوي وفي النسبة إلى عشرين عشري وفي النسبة إلى سنين وأراضين وعالمين وبنين سنوي وأرضي وبنوي أو ابني إذا نسبت إلى علم منقول عن جمع تكسير نسبت إليه على لفظه كأمار وأنماري وأوزاع وأوزاعي وكذا ما جرى منه مجرى العلم كأنصار وأنصاري عنوان النسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو جمع الصفحة التاسعة والسبعون وإذا نسبت إلى علم منقول عن مثن أو جمع السلامة كحسنان وزيدان وزيدون وعابدون وعرفات وأذرعات فإن كان باقيا على إعرابه قبل النسبة إليه رددته إلى المفرد ونسبت إليه فتقول حسني وزيدي وعابدي وعرفي وأذرعي وإن عدل بالمثنى وجمع المذكر السالم المسمى بهما إلى الإعراب بالحركات نسبت إلى لفظهما الذي نقل عنه فتقول حسنان وزيدان وعابدون وزيدون وعابدين وزيدين وإن عدل بما جمع بالألف والتاء إلى إعرابه إعراب ما لا ينصرف نسبت إليه بحذف التاء أما الألف فتعاملها كما تعامل ألف المقصور فيجوز حذفها أو قلبها واواء في نحو هندات فتقول هندي وهندوي وتحذف وزوبا في نحو تمرات وفاطمات وسرادقات فيقال تمري وفاطمي وسرادقي وكل ذلك إنما هو فيما سمي به أما ما كان باقيا على التثنية أو الجمع ولم ينقل إلى العالمية فيجب رده إلى المفرد عند النسبة إليه فتقول في النسبة إلى الكتابين والحسنين والمشلمين والتمرات كتابي وحسني ومشلمي وتمري عنوان النسبة إلى العالم المركب الصفحة الثمانون إذا نسبت إلى علم مركب فإن كان مركبا تركيب جملة أو مزج حففت الجزء الثاني ونسبت إلى الجزء الأول فتقول في تأبط شرم وجاد الحق وبعل بك ومعدي كرب تأبطي وجادي وبعلي ومعدي أو معدوي وقالوا في حضر موت حضر مي على غير القاعدة وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان المضاف أبا أو أما أو ابنا قرحت المضاف ونسبت إلى المضاف إليه فتقول في أبي بكر وأم كلثوم وابن عباس بكري وكلثومي وعباسي وإن كان غير ذلك نسبت إلى ما ليس في النسبة إليه لبس وبرحت الآخر فتقول في النسبة إلى عبد الأشهل وعبد مناف وعبد المطلب وعبد الدار وعبد الصمد أشهلي ومنافي ومطالبي وداري وصمدي تنسب إلى المضاف إليه وتقول في النسبة إلى امرئ القيس ورأس بعلبك وملاعب الأسنة ومجدلي غزة امرئي ورأسي وملاعبي ومجدلي تنسب إلى المضاف انتهى الوجه الأول عنوان النسبة إلى فعيلة المفتوحة الفاء الصفحة الحادية والثمانون إذا نسبت إلى ما كان على وزن فعيلة بفتح الفاء غير معتل العين ولا مضاعفا جاء على وزن فعلي بفتح عينه وحذف فتقول في النسبة إلى حنيفة وربيعة وبجيلة وعلية وصحيفة حنفي وربعي وبجلي وعلوي وصحفي وقالوا في النسبة إلى سليمة من الأزدي وعميرة من كلب وفي النسبة إلى السليقة والطبيعة والبديهة سليمي وعميري وسليقي وطبيعي وبديهي على خلاف القياس فإن كان معتل العين كطويلة أو مضاعفا كجليلة يبقى على حاله كطويلي وجليلي عنوان النسبة إلى فعيلة المضمومة الفاء الصفحة الثانية والثمانون إذا نسبت إلى ما كان على وزن فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعف جاء على وزن فعالي بحنفيائه فتقول في النسبة إلى جهينة ومزينة وأمية جهني ومزني وأموي وقالوا في ردينة ونويرة رديني ونويري على خلاف القياس فإن فإن مضاعفا كأميمة والحميمة بقي على حاله فتقول أميمي وحميمي عنوان النسبة إلى فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها الصفحة الثانية والثمانون قد ألحقوا ما كان مؤتل اللامي من وزني فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها بفعيلة وفعيلة فنسبوهما على فعلي وفعلي فقالوا في نحو علي وقصي علوي وقصوي فإن كان صحيح اللام كعقيل وجميل وعقيل وأويس بقيا على حالهما فتقول عقيلي وجميلي وعقيلي وأويسي وقالوا في ثقيف وعتيك وقريش وهذيل وسليم ثقفي وعتكي وقرشي وهذلي وسلمي على غير القياس والقياس أن ينسب إليها على لفظها لأنها صحيحة اللام عنوان النسبة إلى ذي حرفين الصفحة الثالثة والثمانون إذا نسبت إلى ثنائي لا ثالث له فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فضعيفه وعدمه فتقول في النسبة إلى كم كمي وكمي وإن كان الثاني واوا وجب فضعيفه وإضغامه فتقول في لو لوي وإن كان ألفا زيد بعدها همزة فتقول في لا لا ويجوز قلب هذه الهمزة واوا فتقول لاوي وإن كان ياء وجب فتحه وتضعيفه وقلب الياء المزيدة للتضعيف واوا فتقول في كي كايوي وإنما تجوز النسبة إلى هذه الأحرف وغيرها إذا جعلتها أعلاما وإلا فلا عنوان النسبة بلا يائها الصفحة الثالثة والثمانون قد يستغنى في النسبة عن يائها وذلك ببناء اسمي على وزن فاعل كتامر ولاب أي ذي طمر ولبن أو ببنائه على وزن فاعل وذلك في الحرف غالبا كبقال وبزاز ونجار وحداد وعطار وعواج أو ببنائه على وزن فاعل بفتح الفاء وكسر العين كرجل طعم ولبس أي ذي طعام ولباس قال الشار لست بليلي ولكني نهر لا أدلز الليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار وقد يكون فاعل للحرف كحائك في معنى حواك كما يكون فعال في غير الحرف كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم وقول امرئ القيس وليس بذي رمح فيطع عني به وليس بذي سيف وليس بنبالي أي ليس صاحب نبل ولم يرد أنه ليس بصانع نبل وهذه الأوزان في النسب سماعية ولكنها وارية بكثرة فأشبهت أن تكون قياسية وقد ذهب المبرد إلى أنها قياسية وليس ببعيد أن تكون قياسية عنوان شواذ ذو النسب الصفحة الرابعة والثمانون ما جاء في النسب مخالفا لما سبق تقريره من القواعد فهو من شواذ النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها وقد تقدم ذكر بعضها والتنبيه عليه ومنها قولهم في النسبة إلى البصرة بصري بكسر الباء وإلى البهر دهري بضم الدال وإلى السهل سهلي بضم السين وإلى مرزي بزيادة الزاي وإلى البحرين بحراني بعدم ردها إلى المفرد مع أنها معربة بالحرف وإلى الشآم واليمني وتهامه شآم ويمان وتهام بتخفيف يا النسب ومن ذلك قولهم رقباني وشعراني وجماني ولحياني للعظيم الرقبة والشعر والجمة واللحر ومنه قولهم في النسبة إلى طي طائي وفي النسبة إلى الوحدة وحداني وفي النسبة إلى البادية بدوي والقياس بادوي أو بادي وفي النسبة إلى حروراء حروري والقياس حروراوي عنوان التصغير الصفحة الخامثة والثمانون التصغير أن يضم أول الاسم ويفتح ثاني ويجاد بعد الحرف الثاني يا أنساكنة تسمى يا التصغير فتقول في تصغير قلم ودرهم وعصفور قليم ودريهم وعصيفير والاسم الذي تلحقه يا التصغير يسمى مصغرا ويشترط فيما يراد تصغيره أن يكون اسما معربا قابلا للتصغير خاليا من صياغه وشبهها فلا يصغر الفعل ولا الحرف وشبه تصغير فعل التعجب مثل ما أحيلاه وما أميلحه ولا يصغر الاسم المبني وشبه تصغير بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة كالذي والتي وذاء وتاء فقالوا في تصغيرها اللذية والتي وذي وتي ولا يصغر ما ليس قابلا للتصغير ككبير وعظيم وجسيم ولا الأسماء المعظمة لما بينها وبين تصغيرها من التنافي ولا يصغر نحو الكوميت لأنه على صيغة التصغير ولا نحو مبيطر ومهيم لأنه شبيه بصيغة التصغير عنوان فائدة التصغير الصفحة السادسة وثمانون يصغر الاسم إما للدلالة على تقليله كدريه مات أو تصغيره ككتيب أو تحقيره أي تصغير شأنه كشويار أو تقريبه مثل جئت قبيل المغرب أو بعيد العشاء وجلست دوين المنبر ومرت الطيارة فويقنا أو للتحبب إليه كبني وأبي وأمين وأخي عنوان حكم ما بعد ياء التصغير الصفحة السادسة وثمانون يجب أن يكون ما بعد ياء التصغير مكسورا كجعيفر إلا إن كان ما بعدها آخر الكلمة كرجيل فإنه يكون تابعا للإعراب أو كان متصلا بعلامة التأنيف كتميرة وسليماء وأسيماء أو بألف الجمة فيما كان على وزن أفعال كأحيمال أو بالألف والنون الزائدتين في علم أوصفة كعثيمان وعطيشان فإنه يبقى على حاله مفتوحا فإن كان المتصل بهما ليس علما ولا صفة كسرحان كسرت ما قبل ياء التصغير وقلبت ألفه ياء كسريحين كما تقول في جمعه سراحين والسرحان الذئب فإن سميت بسرحان صغرته على لفظه فقلت سريحان لأنه صار على ماء عنوان أوزان التصغير الصفحة السابعة والثمانون للتصغير ثلاثة أوزان وهي فعيل وفعيع وفعيعيل كجبيل ودريهم وعصيفير فما كان على ثلاثة أحرف صغرته على فعيل كقليم وحسين وجبيل وما كان على أربعة أحرف صغرته على فعيعل كجعيفر وزيينب ومبيرد وما كان على خمسة أحرف مما رابعه حرف إلا صغرته على فعيعيل كمفيتيح وعصيفير وقنيديل وما كان على خمسة أحرف أصلية طرحت خامسه وبنيته على فعيعل فتقول في سفرجل وفرزق سفيرج وفريزد فإن كان مع الخمسة زائد حذفته مع الخامس فتقول فيه عن دليب عنيدل وما بلغت أحرفه بالزيادة أكثر من أربعة مما ليس رابعه حرف إلا حذفت منه وبنيته على فعيعل فإن كان فيه زائد واحد طرحته فتقول في مدحرج وسبق وغضنفر دحيرج وصبيطر وغضيفر وإن كان فيه زيادتان فأكثر بنيته على أربعة وحذفت من زوائده ما هو أولى بالحذف من غيره فتقول في مفرح ومقاتل ومنطلق مفيرح ومقيتل ومطيلق وتقول في متدحرج ومقشعر دحيرج وقشيعر وتقول في مستخرج ومستدع مخيرج ومديع وتقول في استخراج وانطلاق واضطراب تخيرج ومطيلق وضطيرب فإن كان في الاسم زيادتان ليس لإحداهما مزية على الأخرى حذفت أيهما شئت فتقول في علند وسرند وحبنط العليند والسريند والحبينط والعليد والسريد والحبيط لأن النون والألف المقصورة إنما زيدة ليلحق الوزن بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدة للإلحاق أما ألف التأنيف المقصورة فإن كانت رابعة كحبلة ثبتت كحبيلا وإن كانت فوق الرابعة كخوزلا ولغيزا خذفت وزوبا لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل أو فعيعيل وذلك كخويزل ولغيغيز ما لم يسبق الواقعة خامسة حرف مد فيجوز بناؤها وحذف حرف المد ويجوز العكس فتقول في حضار حبير بحذف ألف المد وحبير بحذف ألف التأنيف وبقاء حرف المد بعد قلبه ياء وإضغامه في ياء التصغير وأما تاء التأنيف وألفه المندودة فتثبتان على كل حال فتقول في مسلمة وهن دباء مسيلمة وهني دباء والألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف تثبتان على كل حال فتقول في تصغير زعفران زعيفران ويجوز أن يعوض ما حذف منه للتصغير ياء قبل آخره فيبنى الاسم على فعيعيل فتقول في منطلق وسفرج المطيليق وسفيريج كما يجوز أن تقول في جمعهما مطاليق وسفاريج ولا يخرج المصغر من هذه الأوزان ما يلحقه من علامة تأنيف أو تثنية أو جمع أو نسبة أو الألف والنون الزائدتين أو الجزء الثاني في المركبين الإضافي والمزجي فمثل تميره وسليم وحميراء وقليمان وأميرون وهنيداد وحميصي وعثيمان وعطيشان وعبيد الله وضعيل بك مصغر على فعيل ومثل 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 حنيظلة وقويصا ودريهمان وشويعرون ودميشقي وزعيفران وخويدم الدار ومعيدي كرب مصغر على فعيل ولا يعتد بما لحق هذه الأسماء من هذه الزيادات عنوان تصغير ما ثانيه حرف عل الصفحة التاسعة والثمانون إذا صغرت ما ثانيه حرف عل منقلب عن غيره رددته إلى أصله فإن كان أصله الواوى رددته إليها فتقول في تصغير باب وطي وقيمة وميزان وديوان وميسم بويب وطوي وقويمة ومويزين ودويوين ومويسم وإن كان أصله الواوى رددته إليها أيضا فتقول في تصغير ناب وموق نييب ومييق وإن كان أصله حرفا صحيحا رددته إلي فتقول في تصغير دينار دونينير وإن كان مجهول الأصل كعاج أو زائدا كشاعر وخاتم أو مبدلا من همزة كآصال وآمال وآبال قلبته واوا فتقول عويج وشويعر وخويت وأويصال وأوي مال وأوي بال وشذ تصغير وعيد على عييد كما شذ جمعه على أعياد وحقه أن يصغر على عويد ويجمع على أعواد لأنه من عاد يعود فياءه أصلها الواو وأصله عاود بكسر فسكون قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وإنما صغروه وجمعوه على غير أصله لألا يلتبس بالعود وإن كان الثاني حرفا صحيحا منقلبا عن حرف إله أبقيته على حاله في رأي سيبويه والجمهور أو أرجعته إلى أصله في قول الزجاج وأبي علي الفارسي فتقول في تصغير متعد متعد على قول سيبويه قالوا وهو الصحيح ومويعد في رأيهما وذلك لأن أصله موتعد وأصل هذا من الوعد وقول سيبويه أقرب إلى الفهم كي لا يلتبس بتصغير موعد وموعد وموعد وقوله ما أصح في القياس عنوان تصغير ما ثالثه حرف إلا الصفحة الحادية والتسعون إذا صغرت ما ثالثه حرف إلا أدغمته في ياء التصغير بعد قلبه ياء إن كان ألفا أو وا فتقول في تصغير عصا ورحا وظبي ودلو وطي وشمال وقدوم وجميل غصية ورحية وظبي ودلي وطوي وشميل وقدين وزميل إلا ما كان آخره ياء مشددة مسبوقة بحرفين كصبي وعلي وذكي فتخفف وتضغم فيياء التصغير فتقول صبي وعلي وذكي فإن سبقت بأكثر من حرفين صغر الاسم على لفظه فتقول في تصغير كرسي ومصري كريسي ومصيري عنوان تصغير ما رابعه حرف إلا الصفحة الحادية والتسعون إذا صغرت ما رابعه حرف إلا فلت الألف أو الواوياء وتركت الياء على حالها فتقول في تصغير منشار وأرجوح وكنديل منيشير وأريجيح وقنيديل عنوان تصغير ما حذف منه شيء الصفحة الثانية والتسعون إذا صغرت ما حذف منه شيء رددته عند التصغير فتقول في تصغير يد ودم وأب وأخ وأخت وبنت وعدة وزنة وشفة وماء يديه ودمي وأبي وأخي وأخيه وبنيه ووعيده ويزينه وشفيه ومويه وإن كان في أوله همزة وصل حففتها وردت المحذوف فتقول في تصغير ابن وابنه واسم وامرأ وامرأ بني وبنيه وسمي ومريء ومريئ وإن سميت بنحو قل وبع وخذ ومذ قلت في تصغيره ويل وبويع وأخيذ ومنيذ برد المحذوف عنوان تصغير تصغير الثنائي الوضع الصفحة الثانية والتسعون إذا سميت بما وضع على حرفين فإن كان ثانيه حرفا صحيحا أبقيته على حاله بعد التسمية به فإن أردت تصغيره ضعفت ثانيه عند تصغيره فتقول في تصغير هل وبل وإن وعن ونحوها أعلاما هليل وبليل وأنين وعنين وإن كان ثانيه حرف علة كلو وكي وفي وما ولا وجب تضعيفه حين التسمية به فتقول في المذكورات إذا جعلتها أعلاما لون وكي وفي وماء ولا فإن أردت تصغيرها صغرتها على حالها هذه فتقول لوي وكي وفي وموي ولوي عنوان تصغير المؤنث الصفحة الثالثة والتسعون إذا أردت تصغير المؤنث الثلاثي الخالي من التاء الحقتها به فتقول في تصغير دار وشمس وهند وعين وسن وأذن طويرة وشميسة وهنيدة وعيينة وسنينة وأذينة إلا إذا لزم من ذلك التباس المفرد بالجمع أو المذكر بالمؤنث فتترك التاء فتقول في تصغير بقر وشجر بقير وشجير لا بقيرة وشجيرة كي لا يظن أنهما تصغير بقرة وشجرة وتقول في تصغير خمس وست وسبع وتسع وعشر وبدع في المعدود المؤنث خميس وستيت وسبيع وتسيع وعشير وبدع لا خميسة وستيتة إلى آخره لألا تلتبس بتصغير خمسة وستة إلى آخره في المعدود المذكر وإذا سميت رجلا بمؤنث ثلاثي كنار وعين وأذن وفهر ثم أردت تصغيره لم تلحق به التاء فتقول نوير وعين وأذين وفهير فإن سميت بهذه الأسماء ونحوها مذكرا بعد تصغيرها أبقيتها على ما هي عليه ومن ذلك متمم ابن نوير وعين ابن حصن وعمر ابن أذين وعامر ابن فهيرة وإذا سميت امرأة بمذكر ثلاثي كرمح وبدر ونجم وسعد ثم أردت تصغيره ألحقت به التاء فتقول رميحة وبديرة ونجيمة وسعيدة فالاعتبار في العالم في حال تصغيره بما نقل عنه من تذكير أو تعنيف وإنما العبرة فيه مسماه الذي نقل إليه هذا هو الحق وقال يونس يجوز الاعتباران اعتبار الأصل واعتبار الحال وعليه فتقول في عين مسمى بها مذكر عيين وعيين وتقول في رمح مسمى به مؤمث رميحة ورميحة وقال ابن الأنباري إنما العبرة بأصله المنقول عنه فتلحقه التاء أو لا تلحقه بهذا الاعتبار وعليه فلا تقول في عين مسمى بها مذكر إلا عيينه وفي رمح مسمى به مؤنث إلا رميح أما المؤنث الرباعي فما فوق فلا تلحقه تاء التأنيث فمثل زينب وعجوز يصغر على زيينب وعجيز وشذ تصغير ذود بفتح فسكون وحرب وقوس ونعل ودر الحديد وعرس بلا إلحاق التاء فقد صغروها على ذويد وحريب إلى آخره مع أنها مؤنثات ثلاثية فحقها أن تلحقها التاء عند تصغيرها كما شذ تصغير قدام ووراء وأمام على قديدمه ووريئه بتجديد الياء مكسورة وأميمه بتجديد الياء مكسورة أيضا فالحقوا بها التاء وهي ليست ثلاثية وقدام ووراء ظرفان مؤنثان أنثوهما على معنى الجهة وأمام ظرف مذكر وإلحاق التاء إياه عند التصغير شاذ من وجهين لأنه مذكر ولأنه فوق الثلاث قال في المصباح وقد يؤنث الأمام على معنى الجهة وقال الزجاج واختلفوا في تذكير الأمام وتأميثه انتهى الشريط الثاني عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب عنوان تصغير العلم المركب الصفحة الخامسة والتسعون إذا أردت تصغير علم مركب تركيب إضافة أو مزج صغرت جزءه الأول وتركت الآخر على حاله فتقول في عبد الله ومعدي كرب عبيد الله ومعيدي كرب أما المركب تركيب جملة كتأب تسرم وجاد الحق فلا يصغر عنوان تصغير الجمع الصفحة الخامسة والتسعون جمع القلة يصغر على لغضه فتقول في تصغير أحمال وأنفس وأعمدة وفتية أحيمال وأنيفس وأعيمدة وفتية وكذلك اسم الجمع كركب وركيب وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد إلى المفرد ثم يصغر ثم يجمع جمع المذكر السالم إن كان للعاقل وجمع المؤنث السالم إن كان لغير العاقل فمثل شعراء وكتاب ودراهم وعصافير وكتب تصغير شويعرون وكويتبون ودريهمات وعصي فرات وكتيبات عنوان تصغير الترخين الصفحة الخامسة والتسعون من التصغير نوع يسمى تصغير الترخين وهو أن يجرد الاسم من الزوائد التي فيه ويصغر على أحرفه الأصلية فإن كانت أصوله ثلاثة يصغر على فعيل فيقال في تصغير معطف ومنطلق وأزهر وأبلق وحامد ومحمود وأحمد رطيف وطليق وزهير وبليق وحميد ثم إن كان مسماه مؤنثا ألحقت به التاء وإن كان قبل الترخيم مؤنثا بالألف أو مؤنثا بغير علامة فيقال في مكرمة وحبلاء وسوداء وسعاد كريمة وحبيلة وسويدة وسعيدة وتقول في من سميتها سعيد وسماء سعيدة وسمية إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالإناث التي لم تلحقها علامة التأنيف كطالق وناهد فلا تلحقها التاء كطليق ونهيد وإن كان مؤنثا بلا علامة وسميت به مذكرا لم تلحق به التاء فتقول في من سميته سماء وعروبا سمي وعريب وإن كان مؤنثا بالعلامة جرتته منها فتقول في من سميته مكرمة وصحراء وفاطمة قرين وصحير وفطيم إلا إذا وقعت التسمية به بعد التصغير كأن تسمي رجلا صحيرة مؤنثا صحراء فتبقى علامة التأنيث وإن كانت أحرفه الأصلية أربعة يصغر على فعيل فيقال في قرطاس وعصفور وكنديل قريطس وعصيفر وقنيدل وتصغير الترخيم إنما يكون في حذف ما يجوز بقاؤه في التصغير كما رأيت أما حذف ما لا يجوز بقاؤه لأنه تختل ببقائه صيغة التصغير فليس من باب تصغير الترخيم كما يتوهن وذلك كتصغير متدحرج وسفرجل على دحيرج وسفيرج وما كان وما كان فيه زيادتان فأكثر من الثلاثي الأصول كمنطلق ومستخرج صغرته على مطيلق ومخيرج تصغيرا لا ترخيم فيه لأن الزوائد المحذوفة لا يجوز بقاؤها في مصغرهما لاختلال الصيغة معها فإذا أردت ترخيمه ما قلت طليق وخريج عنوان شواهذ التصغير الصفحة السابعة والتسعون ما جاء في التصغير مخالفا لما سبق تقريره من القوائد فهو من شواهذ التصغير التي تحفظ ولا يقاس عليها وقد تقدم ذكر بعضها ومن ذلك تصغيرهم عشاء على عشيان وعشيه على عشيشية وعشيا على عشيشان وليلة على ليليه وقالوا لييله أيضا على القياس وقد صغروا إنسانا على أنيسيان قد أجمع العرب على تصغيره على ذلك وصغروا بنين على أبينين لم يصغروها على غير ذلك وقالوا في تصغير رجل رجيل على القياس ورويجل على غير القياس كأنهم رجعوا به إلى الراجل لأن اشتقاقه منه كما في لسان العرب قال النحات وبعض اللغويين وشذ تصغير صبية وغلمة على أصيبية والحق أن أصيبية هي تصغير أصبية وأما صبية فتصغيرها صبية وكذلك أغيلمة غليمة وقالوا شذ تصغير مغرب على مغيربان والحق أن مغيربانا هو تصغير مغربان وهو بمعنى المغرب يقال لقيته مغرب الشمس ومغربانها عنوان الباب الخامس التصريف المشترك بين الأسماء والأفعال الصفحة الثامنة والتسعون ويجتمل هذا الباب على ثلاثة فصول واحد الإضغام الإضغام إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا مثل مد يمد مد وأصلها مدد يمدد مدد وحكم الحرفين في الإضغام أن يكون أولهما ساكنا والثاني متحركا بلا فاصل بينهما وسكون الأول إما من الأصل كالمد والشد وإما بحذف حركته كمد وشد وإما بنقل حركته إلى ما قبله كيمد ويشد والإضغام يكون في الحرفين المتقاربين في المخرج كما يكون في الحرفين المتجانسين وذلك يكون طارة بإبدال الأول ليجانس الآخر كم محى وأصله إن محى على وزن فعل ويكون طارة بإبدال الثاني ليجانس الأول كالدعى وأصله إد تع على وزن فتعل عنوان أقسام الإضغام الصفحة التاسعة والتسعون الإضغام إما صغير وهو ما كان أول المثلين فيه ساكنا من الأصل وإما كبير وهو ما كان الحرفان فيه متحركين فأسكن أولهما بحذف حركته أو بنقرها إلى ما قبلها وإنما سمي كبيرا لأن فيه عملين وهم الإسكان والإدراج أي الإضغام والصغير ليس فيه إلا إدراج الأول في الثاني وللإضغام ثلاث أحوال الوجوب والجواز والانتناع عنوان عنوان وجوب الإضغام الصفحة التاسعة والتسعون يجب الإضغام في الحرفين المتجانسين إذا كان في كلمة واحدة سواء أكان متحركين كمرة ويمر وأصلهما مرر يمر أم كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا كمد وعبد وأصلهما مد وعبد وأما قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلال فمن الضرورات الشعرية والقياس الأجل ثم إن كان الحرف الأول من النثلين ساكنا أدغمته في الثاني بلا تغيير كشد وصد وأصلهما شد وصد وإن كان متحركا طرحت حركته وأبغمته إن كان ما قبله متحركا أو مسبوقا بحرف مد كرد وراد أصلهما راد وراد أما إن كان ما قبله ساكنا فتنقل حركته إليه كيرد وأصله يردد ويجب إضغام المثلين المتجاورين الساكن أولهما إذا كان في كلمتين كما كان في كلمة واحدة فتقول سكت وسكنا وعني وعلي واكتب بالقلم وقل له واستغفر ربك غير أنه إن كان ثاني مثلين ضميرا وجب الإضغام لفظا وخطا وإن كان غير ضمير وجب الإضغام لفظا لا خطا كما رأيت وشب فك الإضغام الواجب في ألفاظ لا يقاس عليها مثل آلي للسقاء والأسنان إذا تغيرت رائحتهما وفسدت ودبب الإنسان إذا نبت الشعر في جبينه ودببت الأرض إذا كثرت ضبابها وقاطط الشعر إذا كان قصيرا جعدا ويقال قط بالإضغام أيضا ولححت العين إذا لصقت أجفانها بالرمص ولخيخت إذا كثر نمعها وغلوظت أجفانها ويقال لحك ولخت بالإضغام أيضا ومششت الدابة إذا ظهر في وظيفها المشش وعاززت الناقة إذا ضاق مجر لبنها وشذ في الأسماء قولهم رجل ضفف الحال أي ضيقها وشديدها ويقال ضفف الحال بالإضغام أيضا وطعام قضيض أي فيه حصن صغار أو طراب ويقال قض بالإضغام أيضا وقض بالتحريك وهذا يمنع فيه الإضغام لأنه اسم على وزن فعل كما ستعلم عنوان جواز الإضغام الصفحة الأولى بعد المئة يجوز الإضغام وتركه في أربعة مواضع الأول أن يكون الحرف الأول من النفلين متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض للجزم أو شبهه فتقول لم يمد ومد بالإضغام ولم يمدد بفكه والفك أجود وبه نزل الكتاب الكريم قال تعالى يكاد زيبها يضيء ولو لم تمسسه نار وقال واشدد على قلوبهم وإن اتصل بالمضغم فيه ألف الاثنين أو ياء الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد وجب الإضغام لزوال سكون ثاني مثلين لم يمد ومد ولم يمد ومد ولم تمد ومد ولم يمدن ومدن ولم يمدن ومدن أما إن اتصل به ضمير رفع متحرك فينتنع الإضغام كما سيأتي وتكون حركة ثاني المثلين المدغمين في المضارع المجزون والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء تابعة لحركة فائه نحو رد ولم يرد وعض ولم يعض وفري ولم يفري هذا هو الأكثر في كلامهم ويجوز أيضا في مضموم الفائي مع الضم الفتح والكسر كرد ولم يرد وردي ولم يردي ويجوز في مفتوحها مع الفتح والكسر كعض ولم يعض ويجوز في مكسورها مع الكسر الفتح كفر ولم يفر نعلم من ذلك أن المضموم الفائي يجوز فيه الضم والفتح ثم الكسر والكسر ضعيف والفتح يشبه الضم في قوته وكثرته وأن المفتوح الفائي يجوز فيه الفتح ثم الكسر والفتح أولى وأكثر وأن المكسور الفائي يجوز فيه الكسر والفتح وهما كالمتساويين فيه ويكون جزم المضارع حينئذ بسكون مقدر على آخره منع من ظهوره حركة الإضغام ويكون بناء الأمر على سكون مقدر على آخره منع من ظهوره حركة الإضغام أيضا واعلم أن همزة الوصل في الأمر من الثلاثي المجرد مثل أمدد يستغنى عنها بعد الإضغام فتحذف مثل مد لأنها إنما أتي بها للتخلص من الابتداء بالساكن وقد زال السبب لأن أول الكلمة قد صار متحركا الثاني أن يكون عين لكلمة ولامها يا أين لازما تحريك ثانيتهما مثل عي وحي فتقول عي وحي بالإضغام بالإضغام أيضا فإن كانت حركة الثانية عارضا للإعراض مثل لم يحيي ورأيت محييا امتنع إضغامه وكذا إن عرض سكون الثانية مثل عيت وحييت الثالث أن يكون في أول الفعل الماضي تآم مثل تتابع وتتبع فيجوز الإضغام مع زيادة همزة وصل في أوله دفعا للابتداء بالساكن مثل التابع والتبع فإن كان مضارعا لم يجوز الإضغام بل يجوز تخفيفه بحظ في إحدى التائين فتقول في تتجلى وتتلظى تجلى وتلظى قال تعالى تنزل الملائكة والروح وقال نارا تلظى أي تتنزل وتتلظى وهذا شائع كثير في الاستعمال الرابع أن يتجاور مثلان متحركان في كلمتي مثل جعل لي وكتب بالقلم فيجوز الإضغام بإسكان المثل الأول فتقول جعل لي وكتب بالقلم غير أن الإضغام هنا يجوز لفظا لا خطة عنوان امتناع الإضغام الصفحة الثالثة بعد المئة يمتنع الإضغام في سبعة مواضع الأول أن يتصدر المثلان كددن وددن وددن وددان وتتر وددن الثاني أن يكون في اسم على وزن فعل بضم انففت كدرر وجدد وصفف أو فعل بضمتين كسرر وذلل وجدد أو على فعل بكسر انففت كلمم وكلل وحلل أو فعل بفتحتين كطلل ولبب وخبب الثالث أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه للحاق سواء أكان المزيد أحد المثلين كجلبب أو لا كهيلل الرابع أن يتصل بأول المثلين مضغم فيه كهلل ومهلل وشدد ومشدد وذلك لأن في الإضغام الثاني تكرار الإضغام وذلك ممنوع الخامس أن يكون المثلان على وزني أفعل في التعجب نحو أعزز بالعلم وأحبب به فلا يقال أعز بالعلم وأحب به السادس أن يعرض سكون أحد المثلين لاتصاله بضمين رفع متحرك كمددت ومددنا ومددت ومددتم ومددتنا السابع أن يكون مما شذت العرب في فكه اغتيارا وهي ألفاظ محفوظة تقدم ذكرها فانتنعوا الإضغام عنوان فائدة الصفحة الخامسة بعد المعام إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا مجردا مكسور العين مضاعفا مصندا إلى ضمير رفع متحرك جاز فيه ثلاثة أوجه الأول استعماله تاما مفكوك الإضغام فتقول في ظل ظللت الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء مفتوحة مثل ظلت الثالث حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء بعد طرح حركتها مثل ظلت قال تعالى انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وقال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون كرئ بفتح ظوائف الآيتين على بقاء حركتها وبكسرها على طرح حركتها ونقل حركة اللام المحذوفة إليها فإن كان الفعل مضارعا أو أمرا وهو ثلاثي مجرد مضاعف مكسور العين فيهما مستند إلى ضمير رفع متحرك جاز فيه الإتمام فتقول فيه يقر وقر يقر ررنا وقررنا وجاز حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء مثل يقرنا وقرنا ومنه في قراءة غير نافع وعاصم وقرنا في بيوت كنا بكسر القاف أما ما فتحت عينه فلا يزوج فيه ذلك إلا سماعا ومنه وقرنا في بيوت كنا بفتح القاف في قراءة نافع وعاصم وبها قرأ حفص وقراءة الكسر أصلها اقررنا لأن قرأ يجوز أن يكون من باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المبارئ ويجوز أن يكون من باب فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع عنوان اثنان الإعلال الصفحة السادسة بعد المئة الإعلال حذف حرف العلة أو قلبه أو تسكينه فالحذف كيرث والأصل يورث والقلب كقال والأصل قول والإسكان كيمشي والأصل يمشي عنوان واحد الإعلال بالحذف الصفحة السادسة بعد المئة يحذف حرف العلة في ثلاثة مواد الأول أن يكون حرف مد ملتقيا بساكن بعده كقم وخف وبع وقمت وخفت وبعت ويقم ويخف ويبع ورمت وترمونا وترمينا يا ساطمة وقاد وفتن والأصل قوم وخاف وبيع وقومت وخيفت وبيعت ويخاف ويبيعن ورمات وترميون وترميين وقاضين وفتان فحذف حرف العلة دفعا لالتقاء الساكنين وهؤلاء منبثقات أيضا عن أصل آخر وسيأتي شرح ذلك في الكلام على الإعلال بالحذف إلا إن كان الساكن بعد حرف العلة مضغما فيما بعده فلا حذف لأن الإضغام قد جعل الحرفين كحرف واحد متحرك وذلك كشاد ويشاد وشود فإن عرض تحريك الساكن كخف الله وقل الحق فلا تعتبر حركته لأنها معرض الذوال فلا يرد المحذوف كما رأيت الثاني أن يكون الفعل معلوما مثالا واويا على وزني يفعل المكسور العين في المضارع فتحذف فاؤه من المضارع والأمر ومن المصدر أيضا إذا عوض عنها بالتاء كيعد وعد وعده فإن لم يعوض عنها بالتاء فلا تحذف فلا يقال وعد عدا لعدم التعويض ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال وعده إلا أن تكون التاء مرادا بها المرة أو النوع للتعويض كوعدته وعدة واحدة أو وعدة حسنة وإن كان الفعل مجهولا لم تحذف كيوعد وكذلك إن كان مثالا يائيا كيسر ييسر أو كان مثالا واويا على وزني يفعل المفتوح العين كواجل يوجل وشذ قولهم يدع ويذر ويهب ويسع ويدع ويطأ ويقع بحذف الواوي مع أنها مفتوحة العين الثالث أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر تخش ودع ورمي في المضارع المجزوم الذي لم يتصل بآخره شيء كلم يخش ولم يدعو ولم يرمي غير أن الحذف فيهما لا للإعلال بل للنيابة عن سكون البناء في الأمر وعن سكون الإعراب في المضارع انتهى الوجه الأول عنوان اثنان الإعلان بالقلب الصفحة الثامنة بعد المئة واحد قلب الواو ولياء ألفا إذا تحرك كل من الواو ولياء بحركة أصلية وانفتح ما قبله انقلب ألفا كدعا ورمى وقال وداع والأصل دعا ورمى وقول وضيعا ولا يعتد بالحركة العارضة كجيل وتوام وأصلهما جيئا وتوأم فقطت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصار إلى جيل وتوام ويستلط في انقلابهما ألفا سبعة شروط واحد أن يتحرك ما بعدهما إن كانت في موضع عين الكلمة فلا تعلان في بيان وطويل وغيور وخورنق لسكون ما بعدهما إثنان ألا تليهما ألف ولا يأم مشددة إن كانت في موضع اللاب فلا تعلان في مثل رمياء وغزواء وفتيان وعصوان لأن الألف وليتهما ولا في مثل علوي وفتوي للحاقي المشددة إياهما ثلاثة ألا تكون عين فعل على وزن فعل المكسور العين المعتل اللام كهوية ودوية وجوية وطوية وعيية وحاية أربعة ألا يجتمع إعلالان كهوى وطوى والقوى والهوى والحيا والحيا وأصلها هاوايا طوى والقوى والهواي والحيا والحيا فعلت اللام بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وسلمت العين لإعلال اللام كي لا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة خمسة ألا تكون عين اسم على وزن فعلان بفتح العين فلا تعلان في مثل حيوان وموتان وجولان وهيمان ستة ألا تكون عين فعل تجيء الصفة المشبهة منه على وزن أفعل فإن عينه تصح فيه وفي مصدره والصفة منه كعور يعور عورا فهو أعور وحاول يحول حولا فهو أحول وهيف يهيف هيفا فهو أهيف وغيد يغيد غيدا فهو أغيد سبعة ألا تكون الواو عينا في السعلا الداني على معنى المشاركة فلا تعل الواو في مثل اجتور القوم يجتورون وازدوجوا يزدوجون أي تجاوروا وتزاوجوا اثنان قلب الواو ياء تقلب الواو ياء في ثمانية موابع واحد أن تسكن بعد كثرة كميعاد وميزان وأصلهما موعاد وميزان لأنهما من الوعد والوزن اثنان أن تتطرف بعد كثرة كربيا ويرتضي وقويا والغازي والداعي والشجي والشجية والأصل ربيا يرتضي قويا الغازي والداعي والشجي والشجوة لأنها من الردوان والقوة والغزو والدعوة والشجوة فإن لم تتطرف كالعوج والدول لم تقلب ثلاثة أن تقع بعد ياء التصغير كجري ودلي وأصلهما جري ودلي تصغير جر ودل أربع أن تقع حشوا بين كثرة وألف في المصدر الأجوف الذي أعلت عين فعله كالقيام والصيام والانقياد والعياد والعيادة وأصلهما قوام وصوام وانقواد وعواد وعواد وفعلها قام وصام وانقاد وعاد والأصل قوم وصوم وانقود وعود فإن صحت العين في الفعل صحت في المصدر أيضا مثل لاوذا لواذا وعاوب عوادا وجاور جوارا وكذا تصح إن لم يكن بعدها ألف كحال حولها خمسة أنتقى عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللامي على وزن فعال وقد أعلت في المفرد أو سكنت فما أعلت عينه في المفرد فكالديار والرياح والحيل والقيم وأصلها ديار ورواح وحول وقيم ومفردها ضار وريح وحيلة وكيمة والأصل دور وريح وحولة وكيمة وما سكنت عينه في المفرد وهذا لا يكون إلا في جمع على فعال فكالثياب والصياب وأصلهما ثواب وسواط ومفردهما ثوب وصوت فإن صحت عينه المفرد ولم تسكن فلا تقلب كطويل وطوال وشذى جمع جواد على جياد والقياس أن يجمع على جواد وكذلك إن كان معتل اللام فلا تقلب العين في الجمع ياء كجو وجواء بل إن كانت العين في الأصل واوا مقلبة إلى الياء ردت إلى الواو في الجمع كريان ورواء لأن أصل ريان رويان لأنه من روية يروى وإن وقعت الواو حشوا بين كسرة وألف فيما ليس مصدرا ولا جمعا كسوار وكوام وخوان وسواك لم تقلب ستة أن تجتمع الواو ولياء بشرط أن يكون السابق منهما أصلا لا مبدلا من غيره وأن يكون ساكنا وأن يكون سكونه أصليا لا عارضا وأن يكون في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة فتنقلب حينئذ الواو ياء وتضغم في الياء ولا فرق بين أن تسبق الواو كمقضي ومرني وأصلهما مقبول ومرني وأن تسبق الياء كسيد وميت وأصلهما سيود وميوت ولا فرق أيضا بين أن تكون في كلمة واحدة كما ذكر وأن تكون فيما هو كالكلمة الواحدة مثل هؤلاء معلمية ومكرمية والأصل معلمويا ومكرمويا اجتمعت الواو ولياء وسبقت إحداهما وسبقت إحداهما بالسكون فانقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء واعلم أن الضمير وما يضاف إليهما كالكلمة الواحدة فإن كان السابق منهما مبدلا من غيره فلا قلب ولا إضغام وذلك مثل ديوان لأن أصله ديوان بدليل جمعه على دواوين ومثل رؤية مخفف رؤية وكذا إن كان سكونه عارضا نحو قوية مخفف قوية وكذا إن كانت في كلمتين ليست كالكلمة الواحدة نحو جاء أبو يحيا يمشي وحيدا وشذ قولهم ديوان ويوم أيوان وعوى الكلب يعوي عوية وعوة والرجاء أبن حيوة وحقها الإعلال فالإضغام بأن يقال دايا أيام وعيه وحيه كما قالوا أيام وأصلها أيوام سبعة أن تكون الواو لاما في جمع على وزن فعول فتقل مياء وذلك كدلو ودلي وعصا وعصي وقفا وقفا ويجوز كسر الفائل كدلي وعصي وقفا والأصل دلو وعصو وقفو قلبة اللام مياء فصارت إلى دلو وعصو وقفو فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء وقد تصح الواو شذوذا كجمعهم بهوا على به وقد جمعوه أيضا على بهي قياسا فإن كان فعول مفردا صحت الواو مثل عتا عطوا وثمى سموا ونمى نموا وقد تعل شذوذا فقد قالوا عتا عتيا بضم العين وكسريها كما قالوا عتا عتوا ثمانية أن تكون الواو عين كلمة في جمع على وزن فعل صحيح اللام كصائم وصي ونائم وني وجائع وجيع ويجوز التصحيح أيضا كصو ونو ونو وجوع وهو أكثر استعمالا من الإعلال وما كان منهم معل اللام وجب تصحيح واوه تشو وغو وهما جمع شاو وغاو أما ما كان على وزن فعال فيجب تصحيح واوه أيضا كنوام وصوام ثلاثا قلب الواوي قلب الياء واو تقلب الياء واو في ثلاثة موابع واحد أن تسكن بعض ضمة في غير جمع على وزن فعل كيوسر وموسر ويوقن وموقن وأصلها يوسر وموسر ويوقن وميكن لأنها من أيسر وعيقن فإن تحركت الياء كهيام لم تقلب وكذا إن سكنت بعض ضمة في جمع على وزن فعل فبيض وهين جمعي أبيض وبيضاء وأهيام وهيما فلا تعل بل تقلب الدمة التي قبلها كسرة لتصح الياء كمرأي والأصل بيض وهيم على وزن فعل لأن ما كان على وزن أفعل فعلاء سفة مشبه يجمع على فعل بضم فسكون إثنان أنتقى علامة فعل بعد ضمة كما هو الرجل وقضو بمعنى ما أنهاه وما أقضاه وأصلهما ما هو وقاض ويا فهما يائيان ثلاثة أن تكون عينا لفعل بضم الفائس من كطوبة وهي مصدر طابة واسم للجنة وأصلها طيبة أو أنفاء لأفعل التفضيل كالكوسة والخورة والطوبة والطوقة مؤنثات أكيث وأخير وأطيب وأضيق وأصلها كويسة وخيرة وطيبة وضيقة وجاء من ذلك كلمتان بلا قلب وهما قسمة ضيزة ومشية حيكة ولكن قد أبدلت الضمة كثرة لتصح لياء وأجاز ابن مالك وولده في فعل الصفة القلب كما تقدم وسلام تلياء بإبدال الضمة كثرة وعليه فتقول الطوبة والطيبة والكوسة والكيسة والخورة والخيرة والضوقة والضيقة أربعة فعل وفعل المعتلة اللام إذا اهتلت لام فعل بفتح الفاء فإن كانت واو سلمت في الاسم كدعوة وفي الصفة كنشوة وإن كانت ياء سلمت في الصفة كخزيا وصديا مؤنفي خزيان وصديان وقلبت واو في الاسم كتقوى وفتوى وبقوى وأصلها تقيا وفتيا وبقيا وشذ قولهم ري للرائحة وحقها أن تكون رو وإذا اتلت لام فعل بضم الفاء فإن كانت ياء صحت في الاسم كالفتيا وفي الصفة كالوليا تأنيس الأولى بمعنى الأجدر والأحق وإن كانت واو سلمت في باسم كخزوى وهو صمود وقلبت ياء في الصفت كالدنيا والعليا وهما من دمى يدنو وعلى يعلو وشذ قول أهل الحجاز القصوى بتصحيح الواو وهو شاذ قياسا فصيح استعمالا به ورد الكتاب الكريم قال تعالى وهم بالعدوة القصوى وغيرهم يقول القصية على القياس وشذ عند الجميع الحلوى ضد المرى وهما تأنيس الأحلى والأمر خمسة إعلال الألف إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير انقلبت ياء وادغمت في ياء التصغير كغزال وغزيل وكتاب وكتيب لاقتضاء كسر ما قبل ياء التصغير وإذا وقعت بعض ضمة قلبت واو كشوهد وبويا أو بعد كسرة قلبت ياء كمصاب كمصابيح ودنانير والأصل شاهد وبايع بضم ما قبل الألف ومصاب ودنانار بكسر ما قبل الألف الثانية ولما كان المطق بذلك متعذرا قلبت الألف واو بعد الضمة وياء بعد الكسرة لتناسب حركة ما قبلها وإذا وقعت رابعة فصاعد واتصلت بضمير المثمة أو ضمير رفع متحرك في الفعل أو بألف التهنية في لسم قلبت ياء على كل حال سواء أكانت مبدلة من واو فيردى وأعطى والمردى والمعطى أم من ياء كيسعى وأحيا والمهدى والمستشفى فتقول يردى وأعطى والمردى والمعطيان ويسعيان وأحيا والمهديان والمستشفيان فإن كان الثالثة فإن كان أصلها الوابى ردت إليها كغزو وغزوت والعصوين وإن كان أصلها الياء ردت إليها كرمى ورميت والفتيين عنوان الإعلال بالتسكين الصفحة السابعة عشرة بعد المئة والمرد به شيئان الأول حذف حركة حرف العل دفعا للثقل والثاني نقل حركته إلى الساكن قبله فإذا تطرفت الواب والياء بعد حرف متحرك حذفت حركتهما إن كانت ضمة أو كثرة دفعا للثقل كيدعو الداعي إلى النادي ويقضي القاضي على الجاني والأصل يدعو الداعي إلى النادي ويقضي القاضي على الجاني فإن لازم من ذلك بثماع ساكنين حذفت لام الكلمة مثل يرمون ويغزون والأصل يرميون ويغزون ترح الضمة الواب والياء دفعا للثقل فالتقى ساكنين لام الكلمة ووو الجماعة فحذفت لام الكلمة دفعا لاجتماع الساكنين فإن كانت الحركة فتحة لم تحذف مثل لم أدعو إلى غير الحق ولم أعصي الداعي إلي فإن تطرفت الواو والياء بعد حرف ساكن لم تطرح الضمة والكسرة مثل هذا دلو يشرب منه ظبي وشربت من دلو وأمسكت بظبي وإن كانت عين الكلمة واو أو ياء متحركتين وكان ما قبلهما ساكنا صحيحا وجد نقل حركة العين إلى الساكن قبلهما لأن الحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة من حرف العلة لقوة وضع حرف العلة والإعلال بالنقل قد يكون نقلا محضا وقد يسبعه إعلال بالقلب أو بالحنف أو بالقلب والحنف معا فإن كانت الحركة المنقولة عن حرف العلة مجانسة له اكتفي بالنقل كيقوم ويبين والأصل يقوم ويبين وإن كانت غير مجانسة له قل بحرف يجانسها كأقام وأبان ويقيم ومقام والأصل أقوم وأبينا ويقوم ومقوم نقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما ثم قلبت الواو والياء ألفا بعد الفتحة وياءا بعد الكسرة للمجانسة وهذا إعلال بالنقل والقلب وربما تركوا ما يجب فيه الإعلال على أصله كأعوال إعوالا واستحواذا استحواذا ويستثنى من ذلك واحد أفعل التعجب نثل ما أقومه وما أبيانه وأقوم به وأبين به إثنان ما كان على وزن أفعل اسم تفضيل نثل هو أقوم منه وأبيانه أو صفة مشبهة كأحول وأبيض أو اسما كأسود للحية ثلاثة ما كان على وزن مفعل أو مفعل أو مفعال كمقول ومروحة ومقوال ومكيال أربعة ما كان بعد واوه أو يائه ألف كتجوال وتهيام خمسة ما كان مضاعفا كبيض وسود ستة ما أعلت لام كأهوى وأحياء سبعة ما صحت عين ماضيه المجرد كيعور ويصيد وأعوره يعوره فإن الماضي المجرد منها وهو عور وصيد قد صحت عينه فكل ذلك لا نقل فيه ولا إعلال بل يجب تصفيح عينه كما رأيت فإن لزم بعد نقل الحركة إلى الساكن قبلها إجي سماع ساكني حذف حرف العلة منعا لالتقائهما فمثل ابني وبيع ولم يقم ولم يبيع أصله أبي وأبيع ولم يقوم ولم يبيع نقلت حركة العين إلى ما قبلها فصارت أبي أبيع لم يقوم لم يبيع فحذف حرف العلة دفعا لالتقاء الساكنين إذ بنقل حركة العين إذ تمع ساكنان حرف العلة وآخر الكلمة فيحذف حرف العلة منعا لجتماع الساكنين وهذا فيه الإعلال بالنقل والحذف وقد استغني عن همزة الوصل في بع لأنه إنما أتي بها تخلصا من الابتداء بالساكن وقد صار أول الكلمة متحركا بعد نقل حركة ما بعده إلي فاستغني عنها ومثل أقم وخف ولم يقم ولم يخف أصله أقوم وأخوف ولم يقوم ولم يخوف نقلت حركة الواو ولياء إلى ما قبلها ثم قلب حرف العلة ألفا بعد الفتحة وياء بعد الكثرة للمجانسة فالتقى ساكنان فحذف حرف العلة دفعا لالتقائهما وقد استغني عن همزة الوصل في خف بعد تحرك أول الكلمة وهذا فيه الإعلال بالنقل والقلب والحذف ومما أعل بالنقل والحذف اسم المفؤول المعتل العين كمقول ومبيع وأصلهما مقول ومبيوع نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين المنقولة حركتها ووو مفؤول فحذفت وو مفؤول دفعا لالتقاء الساكنين فصار مقولا ومبيعا بضم القف والباء فقل بضمة الباء في مبيع كسرة لتصح الياء فصار مبيعا وقال الأخفش إن المحذوف هو عين الكلمة لا واو مفعول ومدر تصحيح ما عينه واو في اسم المفعول كقولهم ثوب مصعون وفرس مقود ولغة بني تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوت ومكيون ومديون ومن الإعلار بالنقل والقلب والحذف مع ما كان من المصادر معطل العين على وزن إفعال أو استفعال كإقامة واستقامة وأصلهما إقوام واستقوام نقلت حركة العين وهي الفتحة إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان عين الكلمة والألف فحذفت الألف الالتقاء الساكنين فصارت إقواما بكسر ففتح فسكون واستقواما بكسر تاء ففتح القاف وسكون الواو فقلبت العين ألفا لتناسب الفتحة قبلها فصارت إقاما واستقاما ثم عوض المصدر من ألف الإفعال والاستفعال المحذوف التأميس وقد يستغنى عن هذه التأ في حال الإضافة ومنه قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة أي إقامتها وقد تصح عين الفعل فتصح في المصدر كأعوال إعوالا واستحواذا استحواذا عنوان إعلال الهمزة الصفحة العشرون بعد المئة الهمزة من الحروف الصحيحة غير أنها تشبه أحرف العلة لذلك تقبل الإعلال مثلها تتنقلب إليها في بعض الموابع فإذا اجتمع همزتان في كلمة فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية حرص مد يجانس حركة ما قبلها كآمن وأؤمن وآمن وإيمان وآدم وآخر والأصل أأمن وأؤمن وأأمن وإيمان وإإيمان وأأدم وأأخر وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية أدغمت الأولى في الثانية مثل سألا وإن تحركت بالفتح قلبت الثانية واوا فإن بنيت اسم التفضيل من أمن ما يإن وأما يأم قلت هو أوم منه أي أكثر أمينا وهو أوم منه أي أحسن إمامة والأصل أأمم كما تقول أشد وإن كانت حركة الثانية ضمة أو كثرة فإن كانت بعد همزة مضاراة جاز قلبها واوا إن كانت مضمومة ويا أن إن كانت مكسورة مثل أوم وأين من أما يا أم وأنا يا إن وجاز تخفيفها مثل أوم وإين وإن كانت بعد همزة غير همزة المدارعة وجب قلبها يواهم بعد الضمة ويا أن بعد الكثرة مثل أوب جمع أب وهو المرعى وأصله أأب ومثل أئمة جمع إمام وأصلها أئمة وقد قالوا أئمة أيضا على خلاف القياد انتهى الشريط الثالث عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب وإن سكنت بعد حرف صحيح غير الهمزة جاز تحقيقها ومطق بها كرأس وسؤل وبئر وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كرأس وسول وبئر وإن كانت آخر الكلمة بعد واو أوياء زائدتين ساكنتين جاز تحقيق الهمزة كوضو ونطو ونبوء وهني ومري وخطيئ وجاز تخفيفها بقلبها واو بعد الواو وياء بعد الياء مع إضغامها فيما قبلها كوضو ونطو وهني ومري وخطيئ فإن كانت الواو والياء أصليتين كسوء وشيء فالأولى تحقيق الهمزة ويجوز قلبها وإضغامها كسوء وشيء وإن تحركت بالفتح في حشو الكلمة بعد كسرة أو ضم جاز تحقيقها كذئاب وجؤار وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كذياب وجوار وإن تطرفت بعد متحرك جاز تحقيقها كقرأ يقرأ وجار يجرؤ وأخطأ يخطئ والقارئ والخاطئ والمنأ وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كقرأ ويقرأ وجار ويجرؤ وأخطأ ويخطي والقارئ والخاطئ والملأ وتحذف وجوبا في فعل الأمر المشتقي من أخذ وأكل مثل خذ وكل وفي مضارع رأى وأمره مثل يرى وأرى ومرى وره وريا وروا وفي جميع تصاريف رأى التي على وزن أفعل كأري ويري وأري ومرى ومرى ويكثر حذفها من الأمر المشتق من أمر فيقال مر ويقل حذفها من الأمر من أتى فيقال تل خير فإذا وقفت عليه قلت ته بهاء السكت ويجب حذف همزة باب أفعل في المضارع واسمه الفائل والمفعول والمصدر الميمي واسمه الزمان والمكان مثل يكرم ومكرم ومقرم والأصل يؤكرم ومؤكرم ومؤكرم وأصل حذفها إنما هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم كي لا تجتمع همزتان ثم حملت عليه بقية التصاريف عنوان ثلاثة الإددال الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة الإددال إزالة حرف ووضع آخر مكانه فهو يشبه الإعلال من حيث إن كل منهما تغيير في الموضع إلا أن الإعلال خاص بأحرف العلة فيقلب أحدهما إلى الآخر كما سبق وأما الإددال فيكون في الحروف الصحيحة بجعل أحدها مكان الآخر وفي الأحرف العليلة بجعل مكان حرف العلة حرفا صحيحا عنوان قواعد الإددال الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة واحد تبدل الواو ولياء همزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة كدعاء وبناء والأصل دعاء وبناء لأنهما من دعا يدعو وبنى يبني وتشاركهما في ذلك الألف فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة تبدل همزة وذلك كحمراء فإن أصلها حمراء بوزن سكراء زيدت ألف المد قبل آخرها كما زيدت في كتاب وغلام فأبدلت الثانية همزة ليتمكن المتكلم من النطق بها لأنهما ساكنتان فآلتا إلى حمراء وما لحقته هاء التأنيث من ذلك فإن كانت عارضة للفرق بين المذكر والمؤنث كبناء وبناء بتجديد النون فيهما وهما صيغة مبالغة ومشاء ومشاء بتجديد الشين فيهما وهما صيغة مبالغة أيضا وجب القلب لتطرف حرف العلة بعد ألف زائدة لأنها التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث في حكم الانفصال لأنها عارضة على صيغة المذكر وإن كانت غير عارضة بأن تكون الكلمة بنيت رأسا عليها لا للتفرقة بين المذكر والمؤنث كهداية ورعاية وشقاية وعداوة امتنى قلب حرف العلة همزة لعدم التطرف لأنها التأنيث حينئذ في حكم الاتصال لأنها لم تعرض على صيغة المذكر للدلالة على مؤنث وإن كانت عارضة لجعل ما لحقته أخص مما لم تلحق جاز بقاء الهمزة على حالها وجاز ردها إلى أصلها فتقول عطاء ورداء وعطايا وردايا وبقاؤها على حالها أولى قال في شرح القاموس في مادة عطاء العرب تهمز الواو والياء إذا جاءت بعد الألف لأن الهمزة أحمل للحركة منهما ويستثقلون الوقف على الواو وكذلك الياء مثل الرداء وأصله رداء فإذا الحقوا فيها الهاء فمنهم من يهمزها بناء على الواحد فيقولون عطاءة الله ورداءه ومنهم من يردها إلى الأصل فيقول عطاوة ورداية وكذا في التثمية عطاءان ورداءان وعطاوان ورداءان انتهى اثنان تبدل الواو والياء همزة إذا وقعت عين اسم فاعل وعلت في فعله كقائل وبائع والأصل قاول وبائع وفعلهما قال وباع وأصلهما قول وباع فإن لم تعل في الفعل لم تعل في اسم الفاعل كعاور وعاين وفعلهما عاور وعين ثلاثة يبدل حرف المد الزائد الواقع ثالثا في اسم صحيح الآخر همزة إذا بني على مثال مفاعل ولا فرق بين أن يكون حرف المد ألفا كقلادة وقلائد أو واو كعجوز وعجائز أو ياء كصحيفة وصحائف فإن كان حرف العلة غير مد كقسورة وقساور وجدول وجداول أو كان مدا غير مزيد كمفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش لم يبدل همزة وإنما يرد إلى أصله كما رأي إلا ما سمي منه مبدلا فيحفظ ولا يقاس علي كمصيبة ومصائب ومنارة ومنائر وقد قالوا أيضا مصاوب ومناور على القياس فإن اعتلت لام هذا النوع جمعته على مثال فعالة كقضية وقضايا ومطية ومطايا ونقاية ونقايا وهراوة وهراوة فإن كانت همزة أدلتها ياء كخطيئة وخطايا فكأنها جمع خطية هذا هي ياء خطيئة بعدها همزة هي لام الكلمة ثم تحولت بعد ضروب من الإبدال إلى خطايا أربعة إذا توسطت ألف ما جمع على مثال مفاعل بين حرف علة في اسم صحيح الآخر أبدل ثانيهما همزة كأول وأوائل وسيد وسيائد ونيف ونيائف والأصل أواول وسياود ونياوف فإن توسطت بينهما ألف مفاعل امتنع الإبدال كطاوس وطواويس فإن اعتلت لامه جمعته على مثال فعال كزاوية وزوايا وراوية وروايا وزوايا ونحوها جاءت على مثال فعال من حيث الحركات والسكنات وهي في الأصل على مثال فوائل لأما أصلها زواي بياء أولاهما مكسورة قلبوا كسرتها فتحة ثم قلبوا الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت إلى زوايا وإنما كان أصلها فوائل لأن واوها أصلها ألف فاعلة كما في كاتبة وكواتب وأما واو زاوية فقد انقلبت إلى الياء في زوايا خمسة إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن أو مضموم جاز قلبها همزة كأدؤر جمع دار وحقول مصدر حال بينهما إذا حجز بينهما وجاز بقاؤها على حالها كأدور وحقول والأول أولى وأفصح ستة كل كلمة اجتمع في أولها ووان وجب إبدال أولى هما همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف المفاعلة ولا فرق بين أن تكون الثانية حرف مد كالأولى تأنيث الأول وأصلها الوولى بوزن الفعل أو لا كالأول جمع الأولى وأصلها الوول بوزن الفعل كالأخرى والأخر والفضل والفضل ومثل الأواقي والأواصل جمع الواقية والواصلة وأصلهما الواقي والواصل بوزن الفوعل ومثل ويعد مصغر واعد وأصله ويعد بوزن فعيعل فإن كانت الثانية مقلوبة عن ألف المفاعلة لم يجب الإبدال بل يجوز وذلك مثل وورية ووفية مجهولة وراء ووافى فلما بني الفعل المجهول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فقلبت واوا فإن أبدلت قلت أورية وأوفية سبعة إن كانت فاء افتعل واوا أو ياء أبدلت تاء وأضغمت في تاء الافتعال وذلك كاتصل واتسر واتقى والأصل اوتصل وايتسر واوتقى ويشترط في ذلك ألا تكون الياء بدلا من الهمزة فلا تبدل تاء كما في ايتمرا وأصلها ايتمرا وقد تبدل على قلة كما في اتزرا وأصلها ايتزرا وأصل هذه ايتزرا ومنه الحديث إذا كان أي الثوب قصيرا فليتزر به وأجاز بعض النحات وهم البغباديون الإبدال في المهموز فقالوا يجوز أن يقال من الأكل والأمانة والأهل والإزار والأخذ اتكلا والتمن والتهلا والتزرا والتخفا وعلى القول الأول وهو الراجح يجب أن يقال ايتكلا ايتمن ايتهلا ايتزرا ايتخذا إلا إذا كانت اتخذ على تخذا فالافتعال منها اتخذا قولا واحدا وكذا كانت ايتكل من وكل إليه أمره يكله لأن أصلها حينئذ ايتكلا فيكون إبدال الواوتاء على القائدة ويجوز أن تكون اتخذا مبنية على وخذا وهي بمعنى أخذا فالافتعال منها اتخذا لأن أصلها ايتخذا فأبدلت الواوتاء على القياس ثمانية إن كانت فأفتعال تاء أبدلت تاءه فاء وعدغمت كالثأر وأصلها استأر وإن كانت فاءه دالا أو ذالا أو زايا أبدلت تاءه دالا كالدعى وذ دكر وزدها وأصلها ادتعى وذ دكر وزدها وإن كانت فاءه صادا أو دادا أو طاء أو غاء أبدلت تاءه طاء كالثفاء وض طجع وطرد وض طلم وأصلها استفاء وض تجع وطرد وض طلم ويجوز الإضغام بعد إبدال الدال والطاء المبدلتين في تاء الافتعال حرفا من جنس ما قبلها كالذكر والزهى والصفاء والدجع والظلم وقد يؤكس الإبدال بعد الثاء المثلثة والذال والظاء المعجمتين بإبدال الثاء تاء والذال دال والذاء طاء كالتأر والذكر والطلم تسعة ما كانت فاءه فاء أو ذال أو دال أو زايا أو صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء مما هو على وزن تفاعل أو تفعل أو تفعل بحيث بحيث تجتمع التاء وهذه الأحرف جاز فيه إبدال التاء حرفا من جنس ما قبلها مع إدغامها فيه وذلك كالثاقل والدثر والذكر والزين والصبر والدرع والطرب والظلم والأصل تفاقل وتدثر وتذكر وتزين وتصبر وتضرع وتطرب وتظلم فأبدلت التاء حرفا من جنس ما بعدها ثم أسكن لإدغامه فيما بعده فتعذر لابتداء بالساكن فأتي بهمزة الوصل تخلصا من ذلك ومثلها الدارأ والدحرج والدهور وأصلها تدارأ وتدحرج وتدهور وقد فعل بها ما فعل بما سبق من الإبدال والإدغام واجتلا بهمزة الوصل وربما جاء ذلك مع غير هذه الأحرف كقولهم السمع والشاجر والسابق والصايح والأصل تسمع وتشاجر وتسابق وتصايح لكنه قليل عشرة إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال وجب إبدالها دالا وإدغامها في الدال التي بعدها كعدان جمع عتود وهو الذكر من أولاد المعزة والأصل عت دان كخروف وخرفان حادي عشر إذا وقعت النون الساكنة قبل الميم أو الباء أبدلت ميما كم محى والأصل محى ومثل سنبل فتلفظ سنبل فإبدالها في اللفظ لا في الخط ثاني عشر الميم في ثم مبدلة من الواو لأن أصله فره بدليل جمعه على أفوا فحففوا الهاء وأبدلوا الواو ميما فإن أضيف الفم غجع به إلى الأصل مثل هاذا فوكا وتجوز إضافته مع بقاء الإبدال مثل هاذا فمكا ومنه حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أنوان أربعة الوقف الصفحة التاسعة والعشرون بعد المئة الوقف قطع النطقي عند آخر الكلمة فما كان ساكن الآخر وقفت عليه بسكونه سواء أكان صحيحا ككتب ولم يكتب وعن ومن أم معتلا كيمشي ويدعو ويخشى والفتى وعلى ومهما وما كان متحركا كيكتب وكتبا والكتاب وأين وليت وقفت عليه بحذف حركته أي بسكون وإليك أشهر قواعد الوقف وأكثرها دورانا واحد إذا وقفت على منون حذفت تنوينه بعض الضمة والكسرة وأسكنت آخرة مثل هذا خالد مررت بخالد فإن كانت الحركة فتحة أبدلت التنوين ألفا مثل رأيت خالداء هذه هي اللغة الفصحى وهي أرجح اللغات وأكثرها وربيعة تجيز الوقف على المنون المنصوب كما يوقف على المرفوع منه والمجرور فيقولون رأيت خالد اثنان إذا كتبت إذن بالألف مع التنوين طرحت التنوين ووقفت عليها بالألف وإذا كتبتها إذن بنون ساكنة أدلت نونها ألفا ووقفت عليها بها ومنهم من يقف عليها بالنون مطلقا وهو اختيار بعض النحاة وإجماع القراء السبعة على خلافه ثلاثة إذا وقفت على نون التوكيد الساكنة وهي الخفيفة أبدلتها ألفا ووقفت عليها سواء أكتبت بالألف مع التنوين كقوله تعالى لنسفعا بالناصية أم كتبت بالنون مثل اجتهدا فتقول في الوقف على لنسفعا لنسفعا وفي الوقف على اجتهدا اجتهدا قال الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبد أي فاعبدا أربعة هاء الضمير للمفرد المذكر توصل في درج الكلام بحرص مد يجانسها إلا إذا التقت بساكن بعدها فمثل رأيته ومررت به ينفذان رأيته ومررت به فإذا وقفت عليها حذفت صلتها وهي الواو أولياء فتقول رأيته ومررت به إلا في ضرورة الشاعر فيجوز الوقف عليها بحركتها ققول الراجز كأن لون أرضه سماؤه ولو كان في النثر لوجب أن يقول سماؤه بإسكان الهاء أما هاء ضمير المؤنفة فتقف عليها بالألف مثل رأيتها خمسة إذا وقفت على المنقوص فإن كان منصوبا ثبتت ياءه سواء أكان منونا مثل سمعنا مناديا أم غير منونا مثل طلبت المعالية وما سقط تنوينه من الصرف فهو ثابت الياء كالمقترم بأل مثل رأيت مراكب في البحر جواري وإن كان مرفوعا أو مجرورا فإن كان منونا فالأرجح حذف ياءه كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض ومثل مررت بقاض ويجوز إثباتها كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وإن كان غير منونا فالأفصح إثبات ياءه مثل جاء القاضي ومررت بالقاضي ويجوز حذفها كقوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق ووقف ابن كثير بلياء ستة إذا وقفت على المقصور فإن كان غير منون وقفت عليه كما هو كجاء الفتاة وإن كان منونا حذفت تنوينه ورددت إليه ألفه في اللفظ كجاء فتاة ورأيت فتاة ومررت بفتاة تقف عليه بلا تنوين سبعة إذا وقفت على تاء التأميث المربوطة كحمزة وطلحة وشجرة وقائمة وفاطمة أبدلتها في الوقف هاء ساكنة فتقول حمزة وطلحة وشجرة وقائمة وفاطمة هذه هي اللغة الفصحة الشائعة في كلامهم فإن وصلت رددتها إلى التاء مثل هذا حمزة مقبلا ومن العربي من يجر الوقف مجر الوصل فيقف عليها تاء ساكنة كأنها مبسوطة فيقول ذهب طلحت وهذه شجرة وجاءت فاطمة وقد سمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة فقال فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية ومنه قول الراجز الله ما تجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت صارت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة تدعى أمد عنوان فائدة الصفحة الثانية والثلاثون بعد المئة أعلم أن نتاء التأنيف التي حقها أن تكون مربوطة أي في صورة الهاء قد رسمت في المصحف تارة بصورة التاء المبسوطة مثل إن شجرة الزقوم وامرأة نوح وامرأة لوط وتارة بصورة الهاء مثل هذه ناقة الله إليكم آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها فما غسم منها بصورة الهاء فقد وقف عليه كل القراء بالهاء وما غسم بالتاء المبسوطة فمنهم من يقف عليه بالهاء مراعاة للأصل كابن كثير وأبي عمر والكسائي ومنهم من يقف عليه بالتاء مراعاة لرسمها بالتاء المبسوطة كنافع وابن عامر وعاصم وحمزة ووقف الكسائي ووقف الكسائي على لات بالهاء ووقف الباقون عليها بالتاء انتهى الوجه الأول فإن كانت ساكنة وقفت عليها تاء ساكنة كما هي وإن كانت متحركة فإن اتصلت بحرف كربة وثمت وثمت ولعلت وقفت عليها تاء ساكنة فقط وإن اتصلت باسم فإن كان ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا كأخت وابنت وقفت عليها تاء ساكنة أيضا قولا واحدا وإن كان ما قبلها ألفا وذلك في جمع المؤنث السالم والملحق به جاز الوقف عليها بالتاء وبالهاء ساكنتين تقول جاءت الفاطمات إذا وقفت بالتاء وجاءت الفاطمات إذا وقفت بالهاء والأول أرجح أولى وهو الشائع في كلامهم ومن الوقف عليها بالهاء قولهم كيف الإخوة والأخواه وقولهم دفن البناه من المكرماه عنوان أحكام الوقف على المتحرك الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المئة لك في الوقف على المتحرك خمسة أوجه واحد أن تقف عليه بالسكون وهو الأصل والكثير في كلامهم المشهور عنهم اثنان أن تقف عليه بالروم وهو أن تأتي بالحركة ضعيفة الصوت فلا تتمها بل تختلصها اختلاسا تنبيها على حركة الأصل فتحة كانت الحركة أو ضمة أو كسرة ومنع الفراء الوقف على ذل فتحة بالروم وأكثر القراء قد اختاروا قوله ثلاثة أن تقف عليه بالإشمام إن كان مضموما ولا إشمام في غيره والإشمام إشارة الشفتين إلى الضم بعد الوقف بالسكون مباشرة من غير تصويت بالحركة ضعيف أو قوي وذلك بأن تضم شفتيك بعد إسكان الحرف وتدع بينهما بعض انفراج يخرج منه النفس فراهما الرائي مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة المضمومة وهذا إنما يراه البصير للأعمى وهو في الحقيقة وقف بإسكان الحرف والضمة إنما يشار إليها بالشفتين أربعة أن تقف عليه بفضعيف الحرف الموقوف عليه فيكون حرفا مشددا مثل هذا خالد وقرأت المصحف إلا إذا كان الآخر همزة أو حرف علة أو ما كان قبله ساكنا فلا يضعف خمسة أن تقف عليه بنقل حركته إلى ما قبله مثل يجدر بك الصبر وعليك بالصبر وشرط الوقف بالنقل أن يكون ما قبله ساكنا وأن لا تكون الحركة المنقولة فتحه فلا نقل في مثل جعفر لتحرك ما قبل الآخر ولا في مثل تعود الصبر لأن الحركة فتحه وأجازه الأخفش والكوفيون فإنهم يقولون تعود الصبر فإن كان الآخر همزة جاز نقل فتحة الهمزة قولا واحدا فتقول في أخرجت الخبأ أخرجت الخبأ ومن الوقف بالنقل أن تقول فيه اكتبه ولم يكتبه واعلمه ولم يعلمه وعده ولم يعده ولم يعده اكتبه ولم يكتبه واعلمه ولم يعلمه وعده ولم يعده ومنه قول الراجز عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه عنوان الوقف بهاء السكت الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة كل متحرك تقف عليه بالسكون كما علمت ويجوز أن يوقف على بعض المتحركات أيضا بهاء ساكنة تسمى هاء السكت ولا تزاد هذه الهاء للوقف عليها إلا في المضارع المعتل الآخر المجزوم بحذف آخره وفي الأمر المعتل الآخر المبنية على حذف آخره وفيما الاستفهامية وفي الحرف المبنية على حركة بناء أصلية ولا يوقف بهاء السكت في غير ذلك إلا شذوذا وإليك شرح ذلك واحد إذا وقفت على مضارع معتل للآخر لم يتصل آخره بشيء وقفت عليه بإثبات آخره ساكنا في حالتي رفعه ونصبه فإن جزمته فإن شئت وقفت على ما صار آخرا مثل لم تمش لم تدع لم تخش وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت ليسهل الوقف وهو الأحسن مثل لم تمش لم تدع لم تخش وكذلك المعتل الآخر المبني على حذف آخره فإنك تقول فيه امش ادع اخش تقول تقف بالسكون على ما صار آخرا وتقول امش ادع اخش بالوقف على هاء السكت إلا إذا بقي الأمر على حرف واحد مثل في وعي وقي وهي أفعال أمر من وفا يفي ووع يعي ووق يقي فحين إذن يجب الوقف عليها بهاء السكت وجوبا مثل اثنان إذا وقفت إذا وقعت ما الاستفهامية موقع المجرور حذفت ألفها وجوبا مثل على ما عولت حتى ما تسكت إلى ما تميل ومنه قوله تعالى عما يتساءلون فيما أنت من ذكراها ومثل مجيء ما جئت وثمر ما هذا الثمر ثم إذا وقفت عليها فإن كانت مجرورة بالإضافة وقفت عليها بهاء السكت وجوبا مثل مجيء ما وثمر ما وإن كانت مجرورة بحرف الجر فالأجود الوقف عليها بهاء السكت مثل عمه فيمه حتامه إلامه ويجوز الوقف على الميم ساكنة مثل عم فيم علام حتام وقد تسكن الميم في الوصل إجراء له مجرى الوقف كقول الشاعر يا أبا يا أبا الأسود لما خليتني لهموم طارقات وذكر وكان حقه أن يقول لما لكنه وصل كما يقف ثلاثة إذا وقفت على حرف مبني على حركة مثل ربا ولعل وإن ومنذ وقفت عليها بالسكون وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت مثل ربا لعل إنه منذ ومن ذلك نون التوكيد المشددة مثل لا تذهبن واذهبن فإنك كما تقف عليها بالسكون تقف عليها بهاء السكت مثل لا تذهبن واذهبن وهو الأحسن ومن ذلك النونات اللاحقات للمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة فكما تقف عليهن بالسكون تقف عليهن بهاء السكت تقول جاء الرجلان وأكرم المجتهدون والمجتهدون يكرمونه وقد قرع في العشر بعد أن تولوا مدبرينه إنه لمن الظالمينه لعلهم إليه يرجعونه بالوقف على هاتين النونين بهاء السكت أربعة الاسم المبني إما أن يكون بناؤه عارضا لسبب يزول بزواله كقبل وبعد واسم لا النافية للجنس المبني فما كان كذلك فلا يوقف عليه بهاء السكت وإنما يكون بناؤه ملازما له في جميع أحواله وإما أن يكون بناؤه ملازما له في جميع أحواله كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحوها فما كان كذلك وكان محرك الآخر وقفت عليه بالسكون أو بهاء السكت وذلك مثل أين وأيان وكيف والذين وحذار وحيث فإن شئت وقفت عليها بإسكان أواخرها وإن شئت وقفت عليها بهاء السكت مثل أين وأيان كيف الذين حذار حيث وكذلك الضمائر المتحرك فإنك تقف عليها بالسكون أو بزيادة هاء السكت فتقول أكرمت وأكرمته وقمت وقمنا وأنت وأنت وأجتهدن وأجتهدن وأنتن وأنتن وهن وهن وأكرمتهن وأكرمتهن أما أنا بمير الواحد المتكلم فمن قال إن الألف في آخره زائدة لبيان حركة النون عند الوقف أجاز الوقف عليه بإثباتها وأجاز حذفها والوقف عليه بهاء السكت مثل أنا ومن قال إنها أصلية وقف عليه بها عنوان فائدة الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئة من قال إن الألف في أنا زائدة أثبتها في الوقف وأسقطها في الوصل أي في درج الكلام فيلفظ أنا فعلت بإسقاط الألف لفظا لا خطا ومن قال إنها أصلية أثبتها في الوصل والوقف وذكر سيبوي أن من العربي من يثبت ألفها في الوصل فيقول أنا فعلت ينطق بالألف وبذلك قرأ نافع في قوله تعالى أنا أحيي وأميت وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق بإثبات الألف في اللفظ ومنه قول الشاعر أنا سيد العشيرة فاعرفوني حميد قد تذريت السنامة وقول الراجز أنا أبو النجم وشعري شعري وإذا وقفت على هو وهي قلت هو وهي بإسكان الواوي والياء وهو وهي بزيادة هاء السكت وفي التنزيل وما أدراك ما هي وقال الشاعر إذا ما ترع رع فينا الغلام فما إن يقال له من هو هذا في لغة من فتح الواو والياء في هو وهي في الوصل أما من سكنها في درج الكلام فلا يقف بها السكت بل بالواوي والياء ساكنتين كما ينطق بهما كذلك في الدرج أما يا المتكلم فمن العربي من يسكنها في الوصل فإذا وقف عليها بسكونها مثل الله أعطاني هذا غلامي أو حففها وأسكن ما قبلها فتقول الله أعطان هذا غلام وعلى ذلك قراءة أبي عمر ربي أكرما ربي أهانا وقول الشاعر فهل يمنع ارتياد البلاد من حذر الموت أن يأتيا ومن شانئ كاسف وجهه إذا من تسبت له أن كرم ومن هم من يفتحها في الوصل فقول أعطاني الله غلامي قد جاء فإذا وقف عليها فبإسكانها أو ألحق بها هاء السكت مثل الله أعطاني هذا غلامي ومن ومن قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية عنوان خمسة الخط الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئة الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه التي ينطق بها وذلك بأن يطابق المكتوب المنطوق به من الحروف والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها وهذا أصل معتبر بالكتابة ومن أجل ذلك كتبوها مزاة الوصل في درج الكلام وإن لم ينطق بها لأنه إذا ابتدأ بالكلمات التي هي أولها مطق بهمزاتها مثل جاء الحق وسافر ابنك فإنك إن قدمت وأخرت فقلت الحق جاء ابنك سافر مطقت بالهمزة إلا إذا سبقت اللام الجري أولام الابتداء فتحذف همزتها مثل للرجل وللمرأة ولا الرجل أقوى من المرأة ولا المرأة أرق عاطفة منه وكتبوا هاء السكت في نحو ره زيدا وقه نفسك لأنك في الوقف تقول ره وقه وكتبوا ألف أنا مع أنها لا تلفظ في درج الكلام لأنها إذا وقف عليها وقف عليها بالألف ومن ذلك قوله تعالى لكن هو الله ربي لأن أصله لكن أنا وكتبوا تاء التأنيفي التي يوقف عليها بالهاء هاء كرحمة وفاطمة وكتبوا التي يوقف عليها بالتاء تاء كأخت وبنت ورحمات وفاطمات ومن وقف على الأول بالتاء المبسوطة كتبها بالتاء كرحمة وفاطمة ومن وقف على الأخر بالهاء كتبها بالهاء كرحمة وفاطمة وكتبوا المنون المنصوب بالألف لأنه يوقف عليه بها مثل رأيت خالداء وكتبوا إذن ونون التوكيد الخفيفة ككتبا بالألف لأنه يوقف عليها ومن وقف عليهما بالنون كتبهما بالنون مثل إذن واكتبا كتبا كل ما كتب اعتبارا بحال الوقف وكتبوا المنقوصة الذي حذفت ياءه للتنوين كقاب ونحوه بغير لأنه لا يوقف عليه بها ومن وقف على الأول بالياء أثبتها في الخط كقاضي ومن وقف على الثاني بحذفها حذفها من الخط كالقاض والأول أفصح كما مر في باب الوقف وكتبوا ما لا يمكن الوقف عليه من الكلمات متصلا بما بعده وما لا يمكن الابتداء به متصلا بما قبله فالأول كحروف الجر الموضوعة على حرف واحد مثل لخالد وبالقلم والثاني كالضمائر المتصلة مثل منكم وأكرمتكم أما الحروف التي تقع في الحش أي ما بين الابتداء والوقف فترسم كما تلفظ لا يغير من ذلك شيء إلا ما كان من أمر بعض الأحرف في بعض كلمات محصورة قد خالف رسمها لفظها وسنذكرها لك إلا ما كان من شأن الهمزة وستعرف أمرها عنوان ما خالف رسمه لفظه الصفحة الحادية والأربعون بعد المئة هناك كلمات تكتب على خلاف لفظها ومخالفة الرسم واللفظ إما أن تكون بحذف حرف حقه أن يكتب تبعا لللفظ وإما أن تكون بزيادة حرف يكتب ولا يلفظ وكان من حقه أن لا يكتب وإما أن تكون برسم حرف يكتب على خلاف لفظه وكان من حقه أن يرسم على لفظه واحد ما يلفظ ولا يكتب فأما ما يلفظ ولا يكتب فذلك في كلمات نسرد عليك أكثر استعمال واحد تكتب الذين بلام واحدة وتلفظ بلامين لأنها مشددة اثنان ما كان مبدو أن بلام كلبن ولحم ثم دخلت عليه ال كاللبن واللحم ثم دخلت عليه لام فحين إذن تجتمع ثلاث لامات فإذا اجتمعنا فلا يكتبنا كلهم بل يكتفى بلامين فقط مثل للبن منافع كثيرة وللحم فوائد ومضار واللبن أنفع من اللحم وهكذا إذا اجتمعت ثلاث لامات في كلمة اكتفيت باثنتين فتقول في اللذان واللتان واللات واللائ واللوات إذا دخلت عليهن اللام أحسنت لللذين اجتهدا واللتين اجتهدت إلى آخره ثلاثة تحذف الألف في كلمات هذه أشهرها واحد الله اثنان الرحمن معرفا بالألف واللام وقيد بعضهم الحذفة في حال العالمية وأثبتها في غيرها وقيده بعضهم في البسملة وأثبتها فيما عداها ثلاثة إله نكرة ومعرفة مثل إنما إلهكم إله واحد أجعل الآلهة إلها واحدا وأما إلهة والإلهة فتثبت ألفهما كمرعي وقرئا في الشذوذ ويذرك وإلهتك وفي غير الشذوذ وآلهتك بالجمة أربعة الحارث علما مقترنا بأل ومنهم من يكتبه الحارث بإثبات الألف لكن خمسة لكن ستة لكن سبعة سماوات جمع سماء ومنهم من يكتبها في غير القرآن الكريم سماوات بالألف ثمانية يا حرف النداء قبل أيها مثل يا أيها الذين آمنوا وقبل أهل مثل يا أهل الكتاب وقبل كل علم مبدوء بهمزة مثل يا إبراهيم ويجوز في غير القرآن الكريم إثبات ألفيا وهو المشهور بين الكتاب مثل يا أيها يا أهل يا إبراهيم تسعة منهم من يحذف الألف من كل علم مشطهر كإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وهارون وسليمان وغيرها والأفضل إثباتها في غير القرآن الكريم عشرة منهم من يحذفها في الجمع السالم مذكرا ومؤنفا كالصالحين والقانتين والصالحات والقانتات والحافظات تبعا لحذفها في المصحف الأم والأفضل إثباتها كالصالحين والقانتين والحافظات والقانتات لأن خط المصحف لا يقاش عليه أربعة تحذف ألفها التنبيهية إذا دخلت على اسم الإشارة مثل هذا وهذه وهؤلاء خمسة تحذف ألف ذا الإشارية إذا لحقتها اللام مثل ذلك وذلكما وذلكم وذلكنا ومنهم من يثبتها في غير ذلك ستة كل حرف يدغم في حرف مثله أو من مخرجه يحذف خطا ويعود عنه بتجديد الحرف الذي أدغم فيه مثل شد والنساء أمنا واستعنا ونحن أمنا واستعنا وآمني ولم يمكنني وممن وعما وإلا تجتهد تندم وإما تجتهد تنجح وأحب ألا تكسل ونعم ما تفعل ونحو ذلك ومنهم من يثبت نون أن إذا جاء بعدها لا نحو أحب أن لا تكسل اثنان ما يكتب ولا يلفظ وأما ما يكتب ولا يلفظ من الحروف فهو في ألفاظ واحد زاد الواو في عمر في حالتي رفعه وجره مثل جاء عمر ومررت بعمر وحذفوها في حالة النصب مثل رأيت عمر قالوا وذلك للتفرقة بينه وبين عمر وإنما حذفت منه في حالة النصب لأنه لا يشتبه بعمر في هذه الحالة لأن عمر لا ينون لمنعه من الصرف انتهى الشريط الرابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب اثنان زود ألفا غير ملفوظة في مئة مفردة ومثنى ومركبة مع الآحاد فكتبوها هكذا مئة ومئتان وثلاثمئة وأربعمئة وخمسمئة إلى آخره ومن الفضلاء من يكتبها بياء بلا ألف هكذا مئة ومنهم من يكتبها بألف بلا ياء هكذا مئة واجهر القياس أن تكتب بياء بلا ألف وهذا ما نميل إليه وإنما كانوا يكتبونها بزيادة الألف يوم لم تكن الحروف تنقط كي لا تشتبه بكلمة منه المركبة من من الجارة وهاء الضمير كما قالوا قال أبو حيان وكثيرا ما أكتب أنا مئة بلا ألف مثل كتابة لأن زيادة الألف خارجة عن الأقيسة فالذي أخطاره كتابتها بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة أو باللياء دون الألف على تسهيلها وزادوا ألفا بعد وار الضمير مثل كتبوا ولم يكتبوا خنافة زادوا الواو في أولاد كقوله تعالى وأولاد الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن وزادوا في أولو وأولي بمعنى أصحاب الواو كقوله تعالى وأولو العلم يا أولي الألباب لأولي الألباب وزادوها في أولاء وأولاء الإشاريتين كقوله سبحانه أولئك على هدى من ربهم وأما الأولاء الموصولية بمعنى الذين فلم يزيدوا فيها الواو ثلاثة ما يلفظ على خلاف رسمه ذلك نحو إيجل فعل أمر من وجل يوجل وأصله إوجل كلبة وهياء لسكونها وانكسار ما قبلها فإذا وقعت إيجل في درج الكلام بعد حرف مظلوم مثل يا فلان إيجل فلا يغير رسم الياء لكنها تلفظوا هكذا يا فلان وجل ومثله كل أمر من المثال الواوي المفتوح العين في المضارة كودة والأمر منه أودد فإذا قلت يا فلان أودد لفظت يا أهواوا وكل ما رسم ياء مما تلفظ ياءه ألفا كرما والدعا واستدعا والرحى والهدى والمسعى والمصطفى والمستشفى فهو مما يلفظ على خلاف رسمه عنوان كتابة الهمزة الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئة الهمزة هي التي تقبل الحركات فإن رسمت على ألف سميت الألف اليابسة أيضا كأعطى وسأل والنبأ وتقابلها الألف اللينة وهي التي لا تقبل الحركات كألف قالا ودعا ورمى والهمزة تقع في أول الكلمة كأعطى وفي وسطها كسألا وفي آخرها كالنبأ والألف اللينة تقع في حشو الكلمة كقالا وفي آخرها كدعا ولا تقع في أولها لأنها لا تكون إلا ساكنة وأول الكلمة لا يكون إلا متحركا والهمزة في أول الكلمة على ستة أنواع الأولى همزة الأصل وهي التي تكون في بنية الكلمة كهمزة أخذ وأب وأم وأخت وإن وإن وإذا الثانية همزة المخبر عن نفسه وهي التي تكون أولى المضارع المسند إلى المتكلم الواحد كهمزة أكتب وأقرأ وأحسن الثالثة همزة الاستفهام وهي كلمة برأسها يؤتى بها للاستخبار عن أمر مثل أتكون من الفائزين الرابعة همزة النداء وهي كلمة برأسها أيضا يؤتى بها لنداء القريب مثل أعد الله تناديه وهو منك قريب الخامسة همزة الوصل السادسة همزة الفصل وتسمى همزة القطع أيضا والهمزة حرف لا صورة له في الخط وإنما يكتب غالبا بصورة الألف أو الواو أولياء لأنها إن سهلت انقلبت إلى الحرف الذي كتبت بصورته لذلك نرى أنهم لم يراعوا في كتابتها هجاءها إلا إذا ابتدئ بها أما إن توسطت أو كانت في موضع الوقف فلم يراعوه بل راعوا ما تسهل إليه في الحالتين فكتبوها على ما تسهل إليه من ألف أو واو أو ياء والتي لم تسهل لم يكتبوها على حرف بل رسموها قطعة منفردة هكذا همزة مفردة فالقياس في كتابة الهمزة أن تكتب بالحرف الذي تسهل إليه إذا خففت في اللفظ فالهمزة في مثل سأل وقرأ ويسأل ويقرأ وفي مثل سؤال وزؤام ولؤم ومؤن ولؤلؤ تكتب بالواو لأنها إذا خففت تلفظواوا فتقول سوال وزوام ولوم ومؤن ولؤلؤ وفي مثل ذياب وخطيئة ومئة وفئة ولا آل تكتب بالياء لأنها تسهل إليها فتقول ذياب وخطيئة ومئة ولا آل والهمزة إما أن تكون في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها وتوسطها إما أن يكون حقيقيا كما في سأل ويرقف ومسألة وإما أن يكون عارضا وذلك إذا تطرفت واتصلت بضمير أو علامة تأنيف أو تثنية أو جمع أو نسبة أو ألف المنون المنصوب عنوان رسم الهمزة المبدوء بها الصفحة السادسة والأربعون بعد المئة الهمزة المبدوء بها لا تكون إلا متحركة محققة النطق بها ويجب إثباتها في الخط على صورة الألف بأي حركة تحركت وفي أية كلمة وقعت وذلك مثل أمل وإبل وأحد وأقود وأخاف وأجلس وأخن وإخوة وإسم وإصبع وإحسان ونحو ذلك فإن وقعت هذه الهمزة المبدوء بها بعد همزة من كلمة أخرى بقيت على حالها من الخط كما لو كانت مبدوءا بها مثل يجب أن ينشأ أولادنا على العمل لإحياء آثار الصلف الصالح وإذا وقعت همزات القطع والأصل والمخدر عن نفسه بعد همزة الاستفهام كتبت بصورة الألف كما لو وقعت ابتداء قال تعالى أأنتم أشد خلقا أإله مع الله أإذا متنا وتقول أأجيئك أم تجيئني ويجوز أن تزيد بين الهمزتين ألفا لا تكتبوا وإنما تعوض عنها بمدة بينهما فتقول آه أنت فعلت هذا قال ذرم فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى آه أنت أم أم سالمي وإذا وقعت بعدها همزة الوصل أسقطت همزة الوصل من الكتابة كما تسقط من اللفظ لضعفها وقوة همزة الاستفهام وليس في هذا الإسقاط الكباس لأن همزة الاستفهام مفتوحة وهمزة الوصل مكسورة قال تعالى أتخذناهم سخرية أم ساغت عنهم الأبصار أطلع على الغيب وتقول أبنك هذا أم أخوك وتقول أسمك حسن أم حسين ومن ذلك قول ذي الرمة أستحدث الركب عن أشيائهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب ولا تجري همزة هذا المجرى وإن كانت للوصل لأنها مفتوحة وهمزة الاستفهام مفتوحة فتلتبس الهمزتان إحداهما بالأخرى وحينئذ يختلط الإخبار بالاستخبار أي الكلام الخبري بالكلام الاستفهامي فلو قلت الشمس طلعت فلا يدري السامع أنت تخبر عن طلوع الشمس أم أنت تستفهم عن طلوعها والوجه أن تبدل همزة الألفا لينة في اللفظ يستغنى عنها بالمدة فتقول آه الرجل خير أم المرأة قال تعالى آه الله أذن لكم آه الذكرين حرم أم الأنثين آه الآن وقد عصيت قبل هذا ما يراه الجمهور الأعظم من النحا في اجتماع همزة الاستفهامي وهمزة أل وفي كتابي الكتاب لابن درستوي ما يدل على أنه لا فرق بين همزة أل وغيرها من همزات الوصلة على أنها تجري هذا المجرى وإن كانت مفتوحة لأنها أكثر استعمالا من سائر ألفاظ الوصلة وما قاله هو القياس وأما التباس الإخبار بالاستخدار فقرينة الكلام تعين المراد ولا يكون هذا الاختلاط إلا في بعض الموابع فليكن المنع حيث لم يؤمن اللبس على أنهم لم يجروا على القياس حفر الالتباس فكان عليهم أن لا يجيزوا حفظ الاستفهام من الكلام وقد أجازوها اعتمادا على قرينة اللفظية مثل ما أدري في ليل رحل القوم أم في نهار أي أفي ليل وكقولي عمر ابن أبي ربيعة بدأ لي معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببناني فالله ما أدري وأن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني أي أبسبع والقرينة اللفظية هنا هي أم التي تكون بعد همزة الاستفهام في السؤال عن أحد الشيئين وقد يكون الحرف اعتمادا على قرينة معنوية يعتمد فيها على فطنة السامع كقول القومي طردت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وهو الشوق يلعب أي أوهو الشوق يلعب ومنه قول المتنبي أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعف وما عدلا أراد أأحيا وفي الحديث وإن زنا وإن سرق أي أو إن زنا أو إن سرق وفي شرح المغني للدمامين نقلا عن الجندان لابن قاسم إن حنفها مضطرد إذا كان بعدها أم لكثرته نظما ونثرا قال الدمامين قلت وهو كثير مع فقد أم والأحاديث طافحة بذلك وتحقيق قول ما قاله الأخفش من أن حنفها جائز اختيارا في نظم أو نثر إذا أمن اللبس فإن أدى الحنف إلى الالتباس فلا يجوز قولا واحدا فأنت ترى أنهم أجازوا حذف همزة الاستخام ومنعوا حذف همزة أل بعد همزة الاستخام والمسألتان واحدة فإذا قد أجازوا أن تحذف همزة الاستخام حيث يؤمن اختلاط الإخبار بالاستخبار فنبغي أن يجيزوا حذف همزة أل بعد همزة الاستخام حيث يؤمن الالتباس قياسا على غيرها من همزات الوصل والحق أن حذفها بعد همزة الاستخام جائز قياسا عند أمن اللبس وقد تقدم القول فيما جنح إليه ابن درستوي في كتاب الكتاب من جواز ذلك عنوان رسم الهمزة المتطرفة الصفحة التاسعة والاربعون بعد المئة حكم الهمزة المتطرفة حكم الحرف الساكن لأنها في موضع الوقف من الكلمة والهجاء موضوع على الوقف وهي إما أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحرك فإن كان ما قبلها ساكنا كتبت مفردة بصورة القطع هكذا مثل المرء والجزء والدفء والخبء والشيء والنوء والنشء والعبء ويجيء ويسوء والمقرو والمنشوء والهنيء والمريء والبريء والسوء والضياء والوضوء وجاء وشاء وإنما لم تكتب بصورة حرف من أحرف العلة يكون كرسيا لها لأنها تسقط من اللفظ إذا خففت عند الوقف لالتقاء الساكنين وإذا جاز حرفها عند الوقف فلا ترسم ولأنها تبدل من حرف العلة قبلها وتدغم فيه نثل الشيء والنو والمقرو والهنيء فيقال الشيء والنيء والنو والمقرو والهنيء وإن كان ما قبلها متحركا كتبت بحرف يناسب حركة ما قبلها مهما كانت حركتها لأنها إن خففت في اللفظ موقوفا عليها نحي بها منح هذه الحرف فترتكز على الألف في مثل الخطأ والنبأ وقرأ ويقرأ ولم يقرأ وقرأ وتودأ ويتودأ ورأيتم رأى القيس وعلى اللواء في مثل التهيئ والتواطئ والأكمئ واللؤلئ والجؤجئ والتنبئ وجرأ ومرأ وردأ وهذا مرأ القيس وعلى الياء في مثل يتكئ ويستهزئ وصدئ وضئض وناشئ وقارئ ومرأ بمرأ القيس عنوان رسم الهمزة المتوسطة الصفحة الخمسون بعد المئة الهمزة المتوسطة إما أن تكون متوسطة حقيقة كأن تكون بين حرفين من بنية الكلمة مثل سألاء وبئر ورأفاء وإما أن تكون شبه متوسطة كأن تكون متطرفة وتلحقها علامات التأنيث أو التثنية أو الجمع أو النسبة أو الضمير أو ألف المنون المنصوب مثل نشأة وفئة وملأة وجزآن وشيئان وقرأون وهيئات وهذا جزءه ويقرأه وأخذت جزءا واحتملت عبئا وحكمها في الكتابة واحد إلا في أشياء قليلة نذكرها في مواضعها وإذا توصفت الهمزة فإما أن تكون ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ولكل حكمه في الكتابة والقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة أنها إن كانت ساكنة تكتب بحرف يناسب حركة ما قبلها مثل رأس وسؤل وبئر وإن كانت متحركة تكتب بحرف يجانس حركتها هي مثل سأل يسأل ولأم ويلأم وسائم ومسئم ولأيم إلا أن تفتح بعض ضم أو كسر فتكتب حرفا يجانس حركة ما قبلها مثل مؤن وسؤال وفئة وذئاب وناشئة أو تقع بعد ألف فتكتب قطعة منفردة بعدها مثل ساءل وتساءل ويتساءل وعباء وهناك مواضع قد يشنذ فيها عن هذه القواعد الكلية يرجع أكثرها إلى الهمزة في حال قيسطها قيسطا غير حقيقي وسنعلم ذلك فيما سنشرحه لك وإليك تفصيل هذا المجمل واحد رسم المتيسطة الساكنة إذا توصفت الهمزة ساكنة كتبت على حرف يناسب حركة ما قبلها فتكتب على الألف في مثل رأس وكأس ويأمل ولم يقرأ ولم يشأ ونشأت وقرآن وتكتب على الواب مثل لؤم ويؤمن ومؤمن وإقتمنا ولؤلؤ ولم يسؤه ويؤتى وجرؤت وجرؤا ويجرؤنا وعلى الياء في مثل بئر وذئب وإئتي وإئذن وجئت وجئنا ويجئنا وأنبئه ولم ينبئه اثنان رسم المتوسطة المفتوحة واحد إن توصفت الهمزة مفتوحة بعد حرف متحرك كتبت على حرف يجانس حركة ما قبلها فتكتب على الألف في مثل سأل ورأب وسآمه وضآله ومآل وخطآن وحدآت وأصلحت خطأه وسمعت نبأه ورأيت حدآه وقرأ ويقرآن وبدآ ويبدآن وعلى الواء في مثل مؤن وتؤده ومؤول ويؤمل ومؤرخ وسؤال وامرآن ولؤلؤين ولؤلؤات واشتريت لؤلؤة وأكلت أكمؤة وجرؤا ويجرؤان وعلى الواء في مثل ذئاب ورئاسة وافتئات وفئة ومئة ومئات وفئات وقارئان وقارئات ورأيت قارئه وقارئي ومنشئه ومنشئي اثنان إذا توسطت الهمزة مفتوحة بعد حرف ساكن توسطا حقيقيا كتبت على الألف إن لم تسبق بألف المد مثل ييأس ويسأل ومسأله وجيأل والسموأل وملأمة وتوأم وملآن وظمآن والقرآن فإن سبقت بألف المد كتبت مفردة مثل ساءل وتساءل وساءلوا وتساءلوا فإن كانت شبه متوسطة كتبت منفردة بعد حرف انفصال مثل جاء وشاء وجزآن وضوآن ومخبؤين ومخبؤات وقرأ جزآه ورأى ضوءه وكساءه وعلى شبهياء بعد حرف اتصال مثل شيئان وعبآن وشيئين وعبئين ورأيت شيئه وفيئه وعبئه ونشأه وخبيئه ثلاثة إذا لزم من كتابة الهمزة ألفا اجتماع ألفين الهمز وألف المد فإن سبقت ألف المد ألف الهمز كتبت كتبت ألف المد وحدها ورسمت ألف الهمز قطعة منفردة بعدها مثل تضاءل وتشاءم وتثاءب وإن سبقت ألف الهمز ألف المد كتبت ألف الهمز وطرحت ألف المد معوضا عنها بمد تكتب على طرف ألف الهمز مثل السآمة والشآم والقرآن والملآن والنبآن والملجآن ويستثنى من ذلك أن تكون ألف المد ألف الضمير فتكتب هي وألف الهمز معا مثل قرآ وقرآ ويقرآني ولم يقرآ هذا رأي جمهور العلماء ومنهم من يحذف ألف المد معوضا عنها بالمدة مثل قرآ وقرآ ويقرآ ولم يقرآ وهذا هو القياس وأيسر على الكاتب ومنهم من يكتب الهمزة منفردة لا على ألف ويثبت ألف الضمير بعدها مثل قرآ وقرآ ويقرآ ولم يقرآ أما أما إثباتهم الألفين في الفعل مع استكراههم ذلك في نحو سآمة وظمآن وهطآن فلعلهم فرقوا بين أن تكون ألف المد دميرا أو غير دمير لأن الألف هنا دمير الفاعل والفاعل أشد لصوقا بالفعل من غيره فلا يستغنى عنه فكتبوها لذلك ثلاثة رسم المتيصفة المضمومة واحد إن توصطت الهمزة مضمومة بعد فتح أو دم أو سكون كتبت على الواو فمثالها مضمومة بعد فتح لأم ضأل ورأف ويقرأه ويملأه ويكلأه وهذا خطأه ونبأه ومثالها مضمومة بعد ضم الزؤد والرؤم والسؤم وهذا لؤلؤه وجؤجؤه وأكمؤه ومثالها مضمومة بعد ساكن يدقل وأرؤس وأكس والترؤس والتساؤل والتلاؤم وهذا جزءه وضوءه ووضوءه وضياؤه إلا إن ضمت شبه المتوسطة بعد حرف من حروف الاتصال فتكتب على شبهها مثل هذا شيئه وفيئه وعبئه ونشئه وبريئه ومجيئه واجئون ويسيئون ومسيئون انتهى الوجه الأول اثنان إذا لزم من كتابة الهمزة على الواو اجتماع واوي فإن تأخرت واو الهمزي كتبتهما معا مثل هذا ضوءه ووضوءه ومقرؤه وإن سبقت فمنهم من يحذف صورتها ويكتبها همزة منفردة بعد حرف انتصال مثل رؤوف ورؤوس وقرؤوا ويقرؤون وعلى شبهياء بعد حرف اتصال مثل كؤوس ومسؤول وملؤوا وملؤون إلا إن كانت شبهة متوسطة وكانت في الأصل مكتوبة على الواو كجرؤا ويجرؤوا فترسم الواوان معا مثل جارؤا ويجرؤون هذا مذهب المتقدمين وعليه المعول عند أرباب هذا الشأن وعليه رسم بعض المصاحف ومنهم من يرسم الواوان معا وهذا هو القياس مثل رؤوف ورؤوس وسؤوم وسؤون وكؤوس ومرؤوب ومسؤول وقرؤوا ويقرؤون وملؤوا ويملؤون ومنهم من يكتفي بواو واحدة يرسم الهمزة عليها مثل رؤوف ورؤوس ومسؤول وقرؤوا ويقرؤون وعليه رسم كثير من المصاحف ومنهم من يبقي الهمزة المتطرفة المكتوبة على الألف المتصلة بما قبلها شبه متوسطة على حالها من الرسم مثل قرأوا ويقرؤون وبدأوا ويبدأون وملأوا ويملؤون وهذا خطأه ونبأه ورشأه وهو مذهب بعض المتأخرين وهو الشائع على أكثر الأقلام اليوم لسهولته وبعده عن إعمال الفكر والمذهب الأول هو المتقدم كما علمت وكل له وجه صحيح أما إذا لزم من ذلك اجتماع ثلاث واوات فتطرح واو الهمزة وتكتب الهمزة منفردة بين الواوين قولا واحدة مثل موؤودة ووؤول ومقرؤون ومنشئون ويسوؤون ثلاثة إن توسطت الهمزة مضمومة بعد حرف مكسور وهذا لا يكون إلا في شبه المتوسطة كتبت على شبه نثل مئون وفئون وهذا قارئه ومنشئه ومنبئه وسيئه وسيئون والقارئون والمنشئون والمنبئون وينبئه ويقرئه أربعة رسم المتوسطة المكسورة إن توسطت الهمزة مكسورة لا تكتب إلا على الياء سواء أكانت مكسورة بعد فتح مثل سائمة وبائسة ودائبة وملجئين ونظرت إلى رشئه وخطئه ومنشئه أم مكسورة بعد ضم مثل سئلة ورؤيا ونؤيا عنه والدئل ونظرت إلى لؤلؤه وبؤبؤه وأكمؤه وشقت السفينة الماء بجؤجؤها وتقول في جمع من سميته لؤلؤا مررت باللؤلؤين وبعضهم يكتب التي بعدها ياء بحركة ما قبلها أي على الواو مثل رؤيا ونؤيا عنه أو مكسورة بعد كسر وهذا لا يكون إلا في شبه المتوسطة مثل مئين وفئين وقارئين وناشئين ومنشئين ومقرئين وقارئه ومنشئه ولا آله أم مكسورة بعد سكون مثل أفئدة وأسئلة ومسئم ومتئم والمرئي والرائي ويسائل وسائل ومسائل والمقرؤين والطائي والكسائي والجزئي وجزئه وعبئه وشيئه وضوئه ووضوئه وضيائه خمسة رسم المتوسطة مع علامة التأنيف الهمزة المتوسطة بإلحاق علامة التأنيف بها لا تكون إلا مفتوحة فإن كان ما قبلها مفتوحا أو ساكنا صحيحا كتبت على الألف مثل حدأه وخطأه ونشأه ونبأه وملأه وظمأه فإن كان مضموما كتبت على الواو مثل لؤلؤه وإن كان مكسورا أو ياء ساكنة كتبت على الياء مثل مئه وفئه وتهنئه ومرزئه وهيئه وبيئه وخطيئه وبريئه وإن كان ما قبلها ألفا أوواوا كتبت منفردة نسل ملاءه وقراءه ومروءه وسوءه 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 ستة رسم المتوسطة ما ألف المنون المنصوب المنون المنصوب تلحقه ألف مد لا تلفظ إلا في الوقف سواء أكان آخره همزة أم غيرها مثل رأيت رجلا وكتابا ولؤلؤا فإن كانت الهمزة المنونة تنوين مصب مرسومة على حرف أبقيتها مرسومة علي ورسمت بعدها الألف مثل رأيت بؤبؤا وأكمؤا وقارئا ومنشأا وإن كانت منفردة غير مرسومة على حرف فإن كانت بعد حرف انتصال تركتها على حالها ورسمت بعدها الألف مثل رأيت جزءا ورزءا وضوءا ووضوءا وإن كانت بعد حرف انتصال كتبتها قبل الألف على شبهي مثل احتملت عبئا واتخلت دفئا ورأيت شيئا غير انهم تركوا كتابتها بعد الهمزة المرتكزة على ألف كراهية اجتماع ألفين في الخط مثل سامعت نبأا ورأيت رشعا وبعد الهمزة المسبوقة بألف المد اعتباطا لا لسبب مثل لبست رداءا وشردت ماءا وإنما تكتب هذه الألف لأن المنونة المنصوبة لا يجوز أن يوقف عليه بالسكون بل يجب أن يوقف عليه بفتحة ممدودة تتولد منها ألف المد وسواء في ذلك ما لحقته هذه الألف في الخط وما لم تلحقه لسبب أو اعتباطا عنوان كتابة الألف المتطرفة الصفحة الستون بعد المئة الألف المتطرفة إما أن تكون آخر فعل كدعى ورمى وأعطى وإما أن تكون آخر اسم مؤرب عربي كالفتى والعصى والمصطفى وإما أن تكون آخر اسم مبني كأنا ومهما وإما أن تكون آخر حرف كعلا ولولا وإما أن تكون آخر اسم أعجمي كموسيقى فهي خمسة أنواع ولكل نوع حكمه في الرسم وإليك بيانا كل نوع منها واحد واثنان إن تترفت الألف في فعل أو اسم مؤرب فإن كانت رابعة فصاعدا كتبتها ياءا مطلقا والحرف المشدد يحسب حرفين وكذلك الهمزة التي فوقها مدة معود بها عن ألف محذوفة مثل حبل ودعوة وجل وجمادة ومستشفى وأعطى وأملى ولبى وحلى وآتى وآخى واهتدى وارطبى واستولى واستعلى وإلا إذا لزم من كتابتها ياءا اجتماع يا أين فتكتب ألفا مثل استحيا وأحيا وسجايا ويحيا وزوايا وتزيا وريا ودنيا وقد كتبوا يحيا وريا علمين بياءين للتفرقة بينما هو علم أو فعل أو صفا والقول في نحوهما كالقول فيهما وإن كانت ثالثة فإن كانت مقلبة عن الواوي كتبتها ألفا مثل العصى والقفى والدجى والربى والضحى والذرى والعدى ودعى وغذى وعفى وعلى وسما وتلا وإن كانت مقلبة عن ياء كتبتها ياءا مثل الفتى والهوى والنوى والرحى والحمى ورمى ومشى وهدى وهوى وقضى وما كان من ذلك ممدودا فقصرته كالبيضاء والجدعاء أو مهموزا فسهلته كتوضأ وتجزأ وملجأ وملتجأ فلا يكتب بالياء بل يكتب بالألف التي صارت آخرا مثل البيضاء والجدعاء وتوضاء وتجزأ وملجأ وملتجأ واعلم أن من النحات من يكتب الباب كله بالألف حملا للخط على اللفو سواء أكانت الألف ثالثة أم فوق الثالثة وسواء أكانت مقلبة عن واو أم عن ياء قالوا وهو القياس وهو أنفى للغلط وهذا مختاره أبو علي الفارسي كما في شرح أدب الكاتب لابن السيد البقليوسي وهو مذهب سهل لكنه لم يشتهر ولم ينتشر والكتاب قديما وحديثا على خلافه ثلاثة إذا تطرفت الألف في اسم مبني كتبت ألفا مثل أنا ومهما إلا خمس كلمات منها كتبوها فيها بليا وهي أنا ومتى ولدى والأولى اسم موصول بمعنى الذين وأولى اسم إشارة للجمع كأولى أربع إذا تطرحت الألف في حرف من حروف المعاني كتبت ألفا مثل لو لا وكلا وهلا إلا أربعة أحرف كتبوها فيها بليا وهي إلا وعلا وبلا وحتى خمسة إذا تطرفت الألف في اسم أعجمي كتبت ألفا مطلقا ثلاثيا كان أو فوق الثلاثي ولا فرق بين أن يكون من أسماء الناس أو البلاد أو غيرهما مثل بغا ولوقا وتمليخا وزليخا وبجيرا وهي أعلام أناس وأريحا ويافا وحيفا وطنطا ورها وهي أسماء بلدان وضبغا وهو اسم طير وموسيقا وعرض تماطيقا وهما من مصطلحات الفنون والعلوم وكتبوا بخارا من أسماء البلدان بلياء وكتبوا أربعة من أعلام الناس بلياء أيضا وهي موسى وعيسى ومتى وكسرى ومنهم من يكتب متى بالألف هكذا متى عنوان الوصل والفصل الصفحة الثانية والستون بعد المئة من الكلمات ما لا يصلح الابتداء به كالضمائر المتصلة ومنها ما لا يصح الوقف عليه كالحروف الموضوعة على حرف واحد ومنها ما يصح الابتداء به والوقف عليه وهو كل الكلمات إلا قليلا منها فما صح الابتداء به والوقف عليه وجب فصله من غيره في الكتابة لأنه يستقل بنفسه في النطق كالأسماء الظاهرة والضمائر المنفصلة والأفعال والحروف الموضوعة على حرفين فأكثر وما لا يصح الابتداء به وجب وصله بما قبله كالضمائر المتصلة ونوني التوكيد وعلامة التأنيف وعلامة التثنية وعلامة الجمع السالم وما لا يصح الوقف عليه وجب وصله بما قبله كالضمائر ونوني التوكيد وعلامة التأنيف وعلامة التثنية وعلامة الجمع السالم وما لا يصح الوقف عليه وجب وصله بما بعده كحروف المعاني الموضوعة على حرف واحد والمركب المزجي وما ركب مع المئة من الأحاد كأربعمائة والظروف المضافة إلى إذ المنونة كيومئذ وحينئذ وحينئذ فإن لم تنوم بأن تذكر الجملة المحذوفة المعود عنها التنوين وجب الفصل مثل رأيتك حينئذ كنت تخطبه وكل النوعين أي ما يصح الابتداء به وما لا يصح الوقف عليه يجب وصله كما رأيه لأنه لا يستقل بنفسه في النطق والكتابة تكون بتقدير الابتداء بالكلمة والوقف عليها كما علمت في أول فصل الخط وقد وصلوا في بعض المواضع ما حقه أن يكتب منفصلا كأنهم اعتبروا الكلمتين كلمة واحدة وإليك تلك المواضع واحد وصلوا ما الاسمية بكلمة سي مثل أحب أصدقائي ولا سيما زهير وبكلمة نعمة إذ كسرت عينها مثل نعمة يعظكم به فإن سكنت عينها وجب الفصل مثل نعمة ما تفعل اثنان وصلوا ما الحرفية الزائدة أي أن كان نوعها بما قبلها مثل طالما نصحت لك إنما إلهكم إله واحد أتيت لكنما أسامة لم يأتي عما قليل ليصبحن نادمين مما خاطئاتهم أغرقوا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أينما تجلس أجلس إما تجتهد تنجح إنه لحق مثلما أنكم تنطقون اجتهد كيما تنجح ثلاثة وصلوا ما المصدرية بكلمة مثل مثل اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفك الصالح وبكلمة ريث مثل انتظرني ريث ما آتيك وبكلمة حين مثل جئت حينما طلعت الشمس وبكلمة كل مثل كلما أضاء لهم ما شو فيه كلما زرتني أكرمتك وما بعد كل مصدرية ظرفية أربعة وصلوا من استفهامية كانت أو موصولية أو موصوفية أو شرقية بمن وعن الجارتين فالاستفهامية مثل ممن أنت تشكو والموصولية مثل خذ العلم عن من تثق به والموصوفية مثل عجبت ممن محب لك يؤذيك أي من رجل محب لك والشرطية مثل ممن تبتعد أبتعد وعن من ترضى أرضى أي من تبتعد عنه أنت أبتعد عنه أنا ومن ترضى عنه أربعا وصلوا من الاستفهامية بفي الجارة مثل في من ترغب أن يكون معك في من ترى الخير خمسة وصلوا لا بكلمة أن المعصب المبارع مثل لألا يعلم أهل الكتاب ويجب أن لا تدعى لليأس سبيلا إلى نفسك ولا فرق بين أن تسبقها لام التعليل الجارة وأن لا تسبقها كما رأيت هذا مذهب الجمهور وذهب أبو حيانا ومن تابعه إلى وجوب الفصل قال وهو الصحيح لأنه الأصل مثل يجب أن لا تهمل فإن لن تكن أن معصبة للمدارع وجب الفصل كأن تكون مخففة من أن المشددة مثل أشهد أن لا إله إلا الله أي أنه أو تكون تفسيرية مثل قل له أن لا تخف ستة وصلوا لا بكلمة إن الشرطية الجازمة مثل إلا تفعلوه تكن فتنة إلا تنصروه فقد نصره الله سبعة منهم من يصلوا لا بكلمة كي مثل لكي لا يكون عليك حرج ومنهم من يوجب الفصل والأمران جائزان وقد وقد جاء الوصل في القرآن الكريم وقد وصلت في المصحف في أربعة مواضع منها لكي لا يكون عليك حرج ومن الفصل قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم عنوان الباب السادس مباحث الفعل الإعرابية الصفحة السادسة والستون بعد المئة وهو يشتمل على أربعة فصول واحد المبني والمعرب من الأفعال الفعل كله مبني ولا يعرب منه إلا ما أشبه الاسم وهو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة وهذا الشبه إنما يقع بينه وبين اسم الفاعل وهو يكون بينهما من جهتي اللفظ والمعنى أما من جهة اللفظ فلأنهما متفقان على عدد الأحرف والحركات والسكنات فيكتب على وزن كاتب ومكرم على وزن يكرم وأما من جهة المعنى فلأن كل منهما يكون للحال والاستقبال وباعتبار هذه المشابهة يسمى هذا الفعل مضارعاً أي مشابهاً فإن المضارعة معناها المشابهة يقال هذا يضارع هذا أي شابهه فإن اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة بنياً لأن هذه النونات من خصائص الأفعال فاقتصاله بهن يبعد شبهه باسم الفاعل فورجع إلى البناء الذي هو الأصل في الأفعال عنوان اثنان بناء الفعل الماضي الصفحة السابعة والستونة بعد المئة يبنى الماضي على الفتح وهو الأصل في بنائه نحو كتباً فإن كان معطل الآخر بالألف كرما ودعا بني على فتح مقدر على آخره فإن اتصل به تاء التأنيث حذف آخره لاجتماع الساكنين الألف والتاء نحو رمت ودعت والأصل رمات ودعات ويكون بنائه على فتح مقدر على الألف المحظوفة لالتقاء الساكنين وليست حركة ما قبل تاء التأنيث هنا حركة بناء الماضي على الفتح لأن حركة البناء كحركة الإعراب لا تكون إلا على الأحرف الأخيرة من الكلمة والحرف الأخير هنا محظوف كما رأيت وإن كان معطل الآخر بالواو أولياء فهو كالصحيح الآخر مبني على الفتح الظاهر كسروت ورضيت ويبنى على الضم إن اتصلت به واو الجماعة لأنها حرف مد وهو يقتضي أن يكون قبله حركة تجانسه فيبنى على الضم لمناسبة الواو نحو كتبوا فإن كان معطل الآخر بالألف حذفت لالتقاء الساكنين وبقي ما قبل الواو مفتوحا كرموا ودعوا والأصل رماوا ودعاوا ويكونوا حينئذ مبنيا على ضم مقدر على الألف المحذوفة وليست حركة ما قبل الواو حركة بناء الماضي على الفتح لأن الماضي مع واو الجماعة يبنى على الضم ولأن حركة البناء كما قدمنا إنما تكون على الحرف الأخير والحرف الأخير هنا محذوف كما علمت وإن كان معتل الآخر بالواو أولياء حذف آخره ودم ما قبله بعد حذفه ليناسبا ووالجماعة نحو دعوا وسروا وردوا والأصل دعيوا وساروا وراضيوا بوزن كتبوا وهارفوا وفرخوا استثقلت الضمة على الواو والياء فحذفت دفعا للثقل فاجتمع ساكنان حرف العلة وواو الجماعة فحذف حرف العلة منعا لالتقاء الساكنين ثم حرك ما قبل واو الجماعة بالضم ليناسبها فبناء مثل ما ذكر إنما هو ضم مقدر على حرف العلة المحذوف لاجتماع الساكنين فليست حركة ما قبل الواو هنا حركة بناء الماضي على الضم وإنما هي حركة اقتضتها المناسبة للواو بعد حذف الحرف الأخير الذي يحمل ضمة البناء ويبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك كراهية اجتماع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا وذلك لأن الفعل والفاعل المضمرة المتصلة كالشيء الواحد وإن كان كلمتين لأن الضمير المتصل بفعله يحسبك الجزء منه وأما نحو أكرمت واستخرجت مما لا تتوالى فيه أربع حركات إن بني على الفتح مع الرفع المتحرك فقد حمل في بنائه على السكون على ما تتوالى فيه الحركات الأربع لتكون قاعدة بناء الماضي مضطربة وإذا اتصل الفعل المعتل الآخر بالألف بضمير رفع متحرك كلبت ألفه ياء إن كانت رابعة فصائدا أو كانت ثالثة أصلها الياء نحو أعطيتوا واستحييتوا وأتيتوا فإن كانت ثالثة أصلها الواو ردت إليها نحو علوتوا وسموتوا فإن كان معتل الآخر بالواو أولياء بقي على حاله نحو ساروتوا ورضيتوا انتهى الشريط الخامس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومشاهدوا